موسيقى السلام عليكم صحياتي للجميع كان شكرا جميع المتابعين اللي كيدعموا القناة عبر اللايك عبر تعليق اللي كيحفزوني بدوك تعليق ديالهم أنا مين السمر في العطاء أكثر في هذا المجال عبر السرد عبر البحث على القصص اللي هي متميزة وللكتابة ديال القصص وعاد كان شكرا جميع المشتبعين جداد ترحب بهم داس اللي يدخلوش داد القناة بكم وليكم كاتكبر القناة ان شاء الله وبالمساعدة ديالكم عبر البارتاج باش تكبر ما تنسوش لياللايك كيف العادة نحاولو ان هذا الجزء هذا ديال القصة وننديرو فيه اكبر عدد دياللايكات اكبر عدد ديالتاليق علش الله اللي بغينا نديروها اكيد نقدر نصلول الالف لايك في هذه القصة ان شاء الله وعاد نبغي نشير واحد الحاجة ان كين شي تفاصيل في القصة كسبغيت ننقص منها كنديرها باش تكون قسيرة ولكن الى حيثها ستوري القصة باردة ستحيد من هذه الحلاوة ديالها لذا في هذا الجزء ثاني ان شاء الله سنحاول ان يكون جزء ثالث هو الأخير في القصة ان شاء الله ستكون عجباتكم وبغيت القصة راحة ديالكم القصة الماجية قليل فين وليس كتخسر حولي القصة فعندسنا قصة راحة ديالكم ديال البطل كيفاش بغيتوه البطلة كيفاش بغيتوها الأحداث كيفاش بغيتوهم ونكمنوا مع هذا الجزء هذا ديال القصة اللي غيكون جزء الزويد وموسير انتمنى انه يجبكم من بعد العناق والدموع دخلوا بتلاسة بيهم والداخل الدار رحبا اسمي ام مريم بحماس تفضلوا تفضلوا مرحبا قليل سجدها وعمها في الصالون وقالوا يشوفوا في ديالك الشقة الشقة المسواضعة وفي الأسد ديرها المسواضع سأدناس منهم ودخلت لمطبخ كيف تقضلهم هكذا سجدها حسنت براسة إلا وهي كتسجد شكرا لله للأرض المطبخ كتشكروا لي انه أخيرا قد تحسس انها وسط عائلة بحل اي ابنس عندها عم عندها جد عندها امام عندها عندها ناس اللي خافوا على احساس مكينش محلم منه قد تساءل وش عندها جداسة وسيغة كل ما زال حيها وش عندها وش عندها وش عندها متى كدلك وش عندها رحبوا بها بناتوا كتعظت بنا تتشوفهم كامين واحد واحد وتتتعرف عليهم رجعت باللحفها هذا كميزة هذه الشاي وعندها ويجبها لهم قربها جدتها ومناعدة وقلصها وقلصها احساس بحلها كان شمر حسولدي المرحوم خيري بعد أثناء بعدها سنتظرة ساعدة وسط رأسة ورحمة سيئة ورحمة السفاة جدا فرحة بشكل جديد ورحمة سيئة وقلبت عليها جابة عبدالرحمن بتأثر ونهارة عرفت بموت دي الولدي وأنا كان قلب على أولاده الحمد لله قال عثمان في الاستفام وش انت عيشة بوحدكنا؟ شاهدت هي وقت اسمات بخشل عيشة بوحدة حسنت فورا بديك الألفة بعجدها ولكن بالرغم ذلك انت حكم حلمت وجه سعب شوية من عمها ربما لان ذاك تعبيرت ديالو شوية جامدة قول ما لم يحد يالوجه شوية قاسحة ربما لو غيرت اساسم شوية غايدة بذيك الجالين اللي بيناسهم شافت وجدتها؟ انا غنظر نوجد لهشة عثمان اقول لا لا اقول سابنتي بلسيل وجدي حواجقوا يالله معانا شافت سي مريم بذهشة؟ حسنتي بلقى التهراب بذيك اللحظة شوية غيرت معكم؟ عثمان بلسيل معانا البلاد ترجم معانا القبيلة نضرب بوك بلد الحيرة على ما لم يحوجها حسنتي قابد الرحمن لا تريد انت نحن نتركك انا يعيش بوحدك بنتي شي مهما كان ركبك بنت صغيرة والدنيا لا توجد الأعمال حسنتك تشوف عينيه ذاك الدبلة ذاك الخاسم الزواج فيه دهليمنا بساسم بخطوبة بنتي شافت في مريم وشافت الدبلة ديالها ومساسها بحانان وبحزن قالت بصوت خرفت حقدة العقدة جدي توسات بسي سامسون ما شاء الله يلا كلمة تصلي براء اللي يجين انتعرفوا علي وتعرف علينا ونعرف ان عندك اهل وعائلة وحمية عمروا عينها بالدمعون جديد قالت بصوت مرتاشف ماسا جديد توفى ظهر الحزن على وجهة جدتها وحسب الحزن اللي بداخلها في ذاك اللحظة قالوا عثمان وعليش اللي ما زال اللبساد الخاسم يك ما تلا يرحمه سحيدة من يدك باش يعرفوا الناس انك مزوجاش ما عجبهاش الطالب اللي يطلب عمها ولكن انت مالكات نفسها واخفضتك الحزن ديالها وطيق ديالها بسرعة مساسمات واش عندي جداسي واش مازال عيشها فقاسمان ايه عيشها مساسمات بسعادة كانت مني نشوفها رب الله يرحمك انك يهضر لي علىها بثاف كانك يعود لعلاها بثاف رباس عبد الرحمن على ظهره حسيني بغن تشوفك بثاف راك تصنعنا يلا موضي وش دراسك بنسي مريم سارة الدود ما غديش نقدر هاكا نمشي هاكا بسرعة حسين عندي الخدمة رخ نتامة ما كتش هارفة بلا غدي تجيو عمري ما تخيلت اني غدي نخرج من هالدار عثمان بحيدة بغينا بغنا نخليك هنا يبوحتك لا عثمان بحيدة لا لا احنا ممكنش نخليك بوحتك احنا رعيتنا فيه الرجال قاعدت عاسو مريم ما قصدش عمي اللي قصدت انه كين مصالح دي الناس فيدي عندي خدمة دي الناس ممكنش نمش نخليها كده فجأة لما نهلمهم وعد انا ما عرفش انا دي ما عيشة هنا ايه طول عمري عيشة هنا ايه عمري مش لش بلا صخرة عبدالرحمن حسب الحيرة وتوتر اللي بداخلها وخة بنتي سوف نقصرح لك قصير راح ان شاء الله سوف يعجبك تلفزت لي وخة جدي شافية بنتي سوف نعطيك أسبوع سوف تفكر فيهم جيدا وتعلمي ملخدمة دي الناس سوف تتسافري وشي تقديك المصالح دي الناس لا تعطيهم ايه ودك ساعات سوف تأتي عندنا شهر وتشوف دك ساعاتي ايه مرساتی عندك الحورية قطع عثمان بحدة كيفش خطرجعي نابو وحدة كيفش؟ لا لا عبدالرحمن بصرامة بصوص مرسافة الشكينو عثمان الهضراء بني وبين هم تتخلف نتيع سكتع عثمان وتلفت عبدالرحمن عندي مريم قلب حنان لان تقول تيبنتي بتاسمه اسماريام واخه اه عودة عن نقاط بتاسم عبدالرحمن اليه باركه بني ويكمي بعقلك شاهدت فيه بقاوة جدي خليكم تباسوا بعيه اليوم راهيه كين البيت بابا وماما يرحمهم خاوية انا رديما كان نقيها راه نقيها وهكا مقاعدة بس فيها هدلينا بس اسم عبد الرحمن واخر ابني كيف ما بغيتي مريم بحماس عود لي على البلاسة اللي عايشين فيها جدي كده يرى على البلاد عبد الرحمن بدك يعود لي على البلاد والعزاد ديالهم والتقاليد والقبيلة وعنوا العائلة ديالها فرد فرد وهيكا تسمع لي ولا تغرب تسامها وفعينيها فرحة اللي غيبت عليها مدة طويلة كانت فرحانة بساف مريم فرحانة بسافة جدي حيث اغنيش معكم عبد الرحمن وبان سلامة نميحول جدي قبل عيه حاجة اختار في قصة ديالتار اللي كانت على البك اللي يرحمه لعائلة المنفلوطي قابس مريم بهدو عارفة جدي شنو عارفة بالضبطة بنتي بابا الله يرحمه قال لي ان شي حد عندكم تقتل هو ما تتاهموها تاهموا بابا الله يرحمه دكش على شهر من البلاد وجلحنا ولكن هو كيقول بالله ما دارهاش وشي هو اللي قتل دكسية اللي ماز ثول عبد الرحمن ما قال لك شي حاجة اخرى من غير هذا الكلام هذا لا هو اصلا ما كانش كيبغيه ترفض الموضوع بساف ولكن هادش اللي قالني ها وما عبد الرحمن براسو فعلا هادش فينا لا يريد ان اتفض الموضوع ولكن هادش تتعرفي هادش معارف ان اباك مات لانه اعادة المنفلوطي انه مات وانه ما عندهش إلا ابنت سيخطط طر دياله من عمك حسمان ابنتي وانه شعال اخبر ديال لوفادي دياله كنا عارفين انه كل شعار بيلا هربان وصافي هربان من البلاد ولكن هادش معارف انه مات فهمت يا ابنتي ومات مريم براسو وحسنت ببعض الخوف شوية ناسات خوفها وديكريات الماضي ديال الابديالها وناضط وجدات الغشل عشو جدا عمها وحسنت بالخاجل انها تكشف شعره قدامه من رغم انه من محاريمها كانت كتحسب الراحة مع جدا وكأنها كتعرفه مزمان ولكن خاجلة الاكبر كان منها ثمان لبن جامد ما قدرت تحسب ذلك شعور للأول فاتجاه ضوزات مريم ليلتها الاول وهي حاسة بالراحة والاهمال لأول مرة منذ سنوات كانت تحسباوية في البيت ديالا حسنت انها ماشي بوحدة من فرط ديك السعادة ديالا مقدرش الناس كل ما اسمعت شي صوت في الخارج كانت بتاسم كانت عارفة بالله مع ناس اللي يكتهمهم كانت كتفتاقت بثا في الناس انها اسمع شي حتى يتحرك في الدار من غير الحركات والصوت ديالت الفاذة بقعت اصوات انامية اللي تتعيش معها وتتحدث معها قامس على اعدال الفجر خرجت تودك تلقاش الدوعة ما فاق سمعت ليهم صباح الخير عبد الرحمن صباح الخير ابنتي أسمان صباح الخير ابنت خوية عبد الرحمن سمعنا صوت المسجد قريب من هنا مريم ايه ها واكين هنا جدي انا عسلت ليهم المسجد اللي كان قريب غير في الدرب اللي وراهم ومشى ودخلت اياه صلت الفجر وبقتكت تقرأ في الورد ديالا تكت تسمع صوت الجرس في الورد حساس بالخوف ها تفكرات بلا جدا وعمال اللي غادي يكون وجهها سمعت بحزن يكا تحاول تتكر اخر مرة سمعت فاسا وتهد الجرس فسحات ليهم ودخلاتهم عثمان احنا رغمشي ابنت خوية مريم بحزن دابا غفتره معايا نصيره عبد الرحمن لا لا بنسير خسنا نمشيو تصلوا بنا ضروري جداتك شوية عيانة مريم تقلق على شمالها هي عيانة شوية وعدنا شي مصالح ضروري لا تستطيع التقلق كنا اولا غير رجعوا البارح في الليل حساس مريم بالأهسا اخذها جدا جرال عنده عودتها بس لها راسا صافقنا بنسي أسبوع واحد كما تصافقنا ونجيو انتك صافي يلا قدي شغلك وكني واجدها مطرع صبقه اخي اهلا مهار رحيل ليهم السريح كانت سكتسمني بقافة الأطول طلبت من جدا يخلي لها صور ونجدني معها وقصت على الفراش كتشوف الصور دي الأفراد العائلوية كتبت تاسم فرحانة تزوق طويل محستش فيه بها البهجة مش عقلها مش عطل خدمتها ومشي سامع لموحيها هالغير العادة وحت مي وصوها تخلص عليهم سلام عليكم كتيرين البنات جمس صاربو عليكم السلام كتيرا مريم صوها الحمد لله انت قاسو يام تاسما الحمد لله بخير مايكا تشوف فيها كتطلع وثبط فيها ماشتك فرحانة مالك مريم بساعدة فرحانة بساف بساف صوها تخطبتيني شفتها مريم بحل اسمات شي كلام لي ضايقها مهجباشر لدرا لا بقوكا يصولوا فيها وكي بحثوا فيها حتى عودت لي ومش نوقع مريم ما عرفتش حاسة اني مخربقة ولكن اللي عارفة ان عندي عائلة وعندي أهل ما بغش نبعد عليهم ما بغش نكون وص منهم ومعهم بغش نجرب نعيش معهم بغش نجرب نعيش معهم فرحانة فرحانة اني سافر للبلاد واكسر يهو عندهم ثقاليد وعادت لي شفيهم زهيرين شفيهم خوفاني ولكن ما عرفش نظام دي الحياة سم كيفش غيكون ما عرفش وش غير ساحبها ولكن عارفة اني بغش نجرب ماذا بغش نجرب اتقلي غتجر بالشهر لعجبك الحال قلسي ما عجبك حال رجعي في حالاتك سواء بسخرية على انتي كي حسب لك إلا مشيت تقول لي هم ما عجب ليش الحال غيخليك ترجعي ما عكيد لا ما غديوك يخليك ترجعي ترجعي بوحدة كما قلسي هم صعب وعجز عليهم الحكام هذو كرعبش شنو هذيك المصادية البلدية اللي كم راح كامين بالساف كي يغيروا على بناسهم ناداس مريم انا قدرت سليت سالة السخارة وراد يبدأ كش اللي غيخسروا لي الله سبحانه وتعالى ما يبقى صعب على الرغم من اني فرحانة انك اخيرا لقيت هائلتك وتلقيته ولكن هالصراحة ما عجبنيش الحال انك غتتسافري وانتترجعي تاني بساس ماس مريم عارفة ميغا تسوحشيني حسنا انا غدينتسوحشك غدقنشي كل فترة واحدة غيبقى التليفون بينها اثنين ان شاء الله صعب بساس ماس الله يساعدك يا مريم تقينسانة طيبة الصراحة وتساهلي كل خير توجهت مريم المكتب هي ماذا كيف تخبره باوردية السفر وانها ستتخلي الخدمة اول مقال سعالية بلا لا غدي تمشي وغدي تخلي الخدمة ما عجبوش لحال صراحة انت افضل ديزاينر عندي ولكن ما عندي ما نقول لك هلاك سي كيبالك باللبن الافضل انتشي عند عائلتك ما عندي ما نقول لك وهو عندي القصيرح مريم اللي هو بساس ماي ماذا تخدمي معي على طريق الانترنت سوف نتوصل معك ونصفت لك الزوغدو وهذا اللي سوف نخدمه وذلك الشيء يمطلوب ونصفت ايدي على الماديا ونصفت ايدي على الماديا ونصفت لك على طريق الماديا بساس مريم حسنت بسعادة غاملة لانها هكا ما غديش تخلي الخدمة دياله اللي كتعشقها نتقات بسعادة شكرا مستفق استاد ايماد انا فعلا مكتش بغي نخلي الخدمة ديالي اللي اني كن بغي خدمتي بالساف وراك عارفني وما كنتش متخيلة واني غادي نخلاول لكن اعرفش الدورة ديالي وما تخيلش حال فرح سيني بذ هدرا ايماد بسعادة صافي ضون كتفقنا الله يوفقك في حياة كاميرا يمتي نتشارك ماشي اي اي وحدة نتشارك في حلقة صغيرة ونشارك احسن ديزاير الخدمة معي ولا على المستوى الشخصي ولا على المستوى العملي ابن اسمه مسازة احنا اتراها بخاجة لوقات في خوفوز شكرا استاد اهيمات اسمح لي خرجت من المكسب وقلبها كي يخفض بالفرحة ستعيش وسط عائلتها وفلوس الوقت ستكمل في خدمتها في شهريكا كان قلت عبد الرحمن على المائدة مع مراته وعثمان وصابح احتقالت مراته باللهفة كدير الحش كدير شكل ديالها تاسم عبد الرحمن صغير وراء بزافة في الحجم دياله صغير وراء بحل ما كدتساكوش مزيان صابح مزوج عبا لا كان دير العقد دياله ولكن رجلها مات قلت زوجه بحسرة حوله ولا قوسه إلا بالله يعني ترملاس ويبقى صغيره الله يبنيتي عبد الرحمن ولكن داها مازال صغيره الحياة مازال قدامه ان شاء الله نجوجها لسيد الرجال ومع اسمان براسو هو أخا الوالد ان شاء الله سوف نرى أحد عائلة ديالنا لكي لا تبقى شكلها بوحده وتكون قريبة للنديمة خاصة أنها ترملاس صغيره لا تريد شيء واحد يهضر عليها ان شاء الله ان شاء الله اخرى حامد كان يغلي وهو يتكلم مع ثامر تخيل صرف ديال محامي لكي نفضه الشراكب بينه وبينه اتشي كله لكي تشافني مع موظفة عنده من هو شغله ما لم نعيزه سامر بحزن را كنت عارف مزينا ان مراد هكا الطبيعة دياله هكا هكا انسان تقليدي والدم دياله حامي يعني انا مغديش هي لشافكك مغديش يسكتلك حامد بحق اذا كرا انسان بتخلف تصورت رد المنتم الشاركة تجبس عندي انا يخدمتها في شاركتي زونادي سامر بضيق بلمس قولت لها درا على مراد را الكل الخادرة اللي قلت عليه را جرحتني انا سمعت لها درا من طارق حامد بغضب ما لديك شمشي الحقيقة مراتو خلاسه بحل الكلب تلقاس منهم شد زوجة بوحد اخر وما يفكر يعود يخطب مرة اخرى ارحبات به البنت في الاول ولكن ما انا عارفه وسأنا رجلهم بتورا ارخداتو ما لديك شمشي الحقيقة ما قلت للحقيقة سامر بغضب وش انت ما عندك شلي احساس شنو الدم دياله هو لو قاعد لديك المشكل هذه كرح حادثة قضاء وقدر ومن بعد مراد راجل وشهم وصعب شي انك تلقى راجل بحاله في هذا الوقت حامد بسخرية واخر راجل بكيش بحاله نيس وش ما قد تحكو على الوقت يحسب لي منه يخرجني من الشارك يسكت ليه سامر بقلق شنو غدير فيه حامد تفرج وشوف حس سامر بالقلق من التعبيرات اللي قد تبني لوجه حامد وشفيه وكيحاول يخسر وقعقله يثهم فهاش كيف يفكر وشنو يدير وكيف شنو ينتقم المراد وفي مكان خيالي كالهدا جمال وصبح مغسر ينبعثهم حسنا بقى صبح تخيل القبه بنت خيري يا الله يرحمه يعني بنت ماشي ولد بنت اه بنت بنت ثانية ما تسمعه في الحديثة ومراسو وما جمال براسو قال هو كيتمعن في التفكير يعني عائلة المنفلوطي لفكروا يخذوا بالطار ديالون منكم سيأخذوا من عثمان هو اللي غيجالي الطار ياك صباحة تخلعات ما هو ما هو سيعرف عائلة المنفلوطي عندنا أخوي خيري ماتوا أنه عنده بنت جمال وعيني كاتل مع بخبز عندك الحق شكو اللي غيعرفون نفض الجمال هذه الأفكار مراسو وقرر من صباح جمال بعد الناس عليه بعيثة قررت لي يدم منك جمال حسب حلا كما بغيش تزوج بهم بغيش تقدمني خلاص ورا لماذا تقولي هكا صباح ورا كمثالني كاساد لماذا لم يجيش تغيي يطلبني من 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 بارك هعرف خيف لي يتقدمني شي واحد ووفق لي الوالد جمال وكي حاولي غير الموضوع لو صلت من سخيري سيقول علي صافي صباح وعنش انت كتسول من سخيري امتى ستوصل شنو 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 كيهم لك فيها يقولي هالي وخلاص ماشي موهم نادوه على اساس انه غدي يمشي يلا خليسك عندي شي خدمة في شركة ضرورة رجع شافتي صباح بغيل وكي بعد وفي نفس هذا الوقت كان موراد مع سارة واختو نيرمين كيتغضى في مطعب كيف ما وعدهم انه غدي يخرجهم كتطلب منه صارة انها نيرمين بغى تخدف معا في شركة هو كيمانع لك تحاول انها تقنه حتى وجه التصال تستعدى منهم واختو باش يتقدر برا ما خارج في المطعم ووقف كيتحدد ما يلا غيتعلي التصال دياله حتى كي يسمع واحد جوج يا سيدات خارجين من المطعم وكيتكلموا عليه سيدة الاولى شفتي مرض خيري وعائلته كانوا داخل ثانية صرحة كيبقى فيه مبعدك شي لي وقى عليه في رجليه جاوبة الاولى سهية في اسا وحسن مراته اللي خلات وتزوجت بواحد آخر مسكين الله هي اللي بقى فيها حسن خائبة اني حسن ان مراته خلاته على لقبل الاعاقة وتزوجت بواحد آخر خاصة انه اللي بزال محدة ما متزوج اهه طبعا انتش حاجة صعيبة صعيبة يلاقيش واحدة اللي ترضى بي انا على راسي مرداش نزوج بواحد لحسن معها بنقصو والناس كتشف فيه بشافقة وحاد صحابي بقوا يضحكوا عليها ومتفلوا عليها حتى تخلصوا واحد معاق مش هودو كتش سيدات دون من يتابه المراد لوقف فروق من اركان المطعم حسب الالم والغضب في قلبه هاتش اللي كيلقاه من الناس الرفض السخرية والشافقة وبتلاسة كيكرههم بكيقبلش عن نفسه شي وحده منهم دخل المطعم وحتى لقى البنات باقين كياكلوا يلا نضر شمشي شافت فيه نيرمين يلا قلصنا خلينا غير شوية بعدا لنكلوا لا تاقت يلا نضر خلاص صافي مشغول عندي شي خدمة مغديش نقدر نخليكم هنا باحدكم يلا نضر نضر بناس بجوما حاسين بالحنق والطيقة ومع ما حسنها هي احسس ان شي حاجة وقعت ليلي انه يلا كان عادي مع ما وصلهم للدار بلا ما يتكلم ولا ينتق بحسنها كالما وانطلق في طريقه ومعارفش حسن فين غادي ومعارفش فين ومكينش حاجة في الدنيا اللي تقدر تدعوه الجرحة يالو وهي يا مريم على موعد مع خطاب اخر من خطبات ماجد حلاسه بلحفة كانت كتمنى يكون معها وتقوله بلا القزع يلت سببها قناة شنك سب ماجد زوجتي الحبيبة مريم كيف هو حالك مع الله لا اريد ان اي شيء ان يشغلك عن وردك واذكارك وقيامك وفعلك للخير يا مريم اتذكرين حذيتنا معا ادعائنا معا بان نلتقي انا وانتي في الجنة من بعد هذا الفرق الذي كتب لها لينا انا هنا لا ادري الى اين اوصلتني اعمالي يا مريم وليس لي سواك ليهديني ما يخفف عني حملي ثقيل لن اطلب منك شيئا محددا لا اريد سوى ما في استطاعتك فعلا من اجلي او من اجلك حبيبوكي ماجد سبب مريم وقدمع فعينيه كالهذا يعارفة ان شنو غادي سقدمنيه مش هاتل الدرج من الادرهاش خرجت على الباة صغيرة في سحاسة خرجت منها قطعة ذهبية وفي الصباح مش هاتل انتهيبي وباها تتكشيلي فيها خلات الفلوس والبشي سامة مزينة شفيفة ومش هاتل مسجد يلا كانت ابنه جديد في الشارع القريب مسجد صغير بقى ما سالوش من اعمال نهائية فيه بقى ما يكملوش لانه كان عندهم نقص في الموارد المانية صغلات على صاحب المسجد ومش هاتل عنده كان المحل دياله في نفس الشارع كان شيخ وسدهين اطعتهم مريم داكش اللي اخداز ديال الفلوس وجمعاتهم البيع هذو كله التاب اللي كان عندها ديال امها وديال اختها تلبس منه انه يكمل المسجد بهذا الفلوس هذا ويفرشه وشير المصاحف شكرها ودعا لها بساعة الرزق كانت مريم كتحس بسعادة غامرة حت ما تطقتش على ماجد بوحده ولكن صداقش منها تحسن ما وبها الخصى وذكرت حدي الترسول عليه الصلاة والسلام ان بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله تعالى بنى الله له به بيتا في الجنة دعت الله يتقبل هذه اللي هذاثة الافرد عائلتها قال لي يا رجل قلني يا بنتي صدق ليك مريم باستغراب شحد متوفي ولكن ليش كتسوى اني بساسم الراجل حيث بنتي احنا غندروا واحد اللافتة باسماء الناس اللي متوفية واللي اهلهم تبرعوا المسجد وعلى علقها في المسجد ان شاء الله بس الناس دايلهم بالرحمة والمغفرة ومات مريم براسها وعطتهم الاسماء ديال بها ومها واختها واحتماجد الله يرحمهم ويغفر لهم ماتوا مع بعض قالت مريم بحزن اه الحادثة شفى رجل ومش فقلاء الله يجعل صدقه في ميزة الحساسة وحسناتهم وحسناتك سنت يا بنتي تمسمات بخون فوس امين وعد رجلي شفىها بحزن بالع لا حوله ولا قوته إلا بالله الله يعودك بنتي ويصبر قلبك شنو اسميسو؟ مريم بحزن ماجد ماجد خيري دهت الوقت دهت ايام شانت مريم من دار المسنين فانكاين الام ديال ماجد ودهتها خمك اصدرت معه ولكنت قاتت تحكي لها قاتل اميلا مكرهات تدامعها مكرهات شانا الصحادية لتكنت حسنات وتدامعها لأنها عرفات عائلتها وغتيتتسافر للبلاد كانت كاتحكي لها حسنا كاتشوفها فاجأة حركات راسة تجاه وكاتشوفها تسمى اسم مريم فرحة ماما وش كاتسمعيني ياك وش فهمسيني شدو كنقلك ياك قاتشوفها بدون ما تتكلم كم لا اسم مريم كلامة بحامس ماما فكدوين معي غيزي راسك انا حاسة انك فهمسيني بلي قلت لك انا مسافرة جمع الدماء في عيني المرأة وبدأ الى التأثر الشديد كيبان علىها مسحس بني معنا راسة وقات لعب حسنا عارفة ان وجرح ديالي وجرح ديالك كبير بالساف ولكن انا بغيتك تتحسني اما معها فك انا بزوج ما عندناش من غير بعدنا انا عارفة انك تتمنى انك ترجعي اعود لبلاد البلاد اللي تولتي فيها وعشتي فيها انا بغيتك تتحسني باش نقدر رجعك تعيش معايا وكملات كلاما بزوج ما انا سأقديمها لتواصل مع المديرة ديالتار واني سأجي انزورك ان شاء الله المرأة القادمة كنت تتحسنتي وانك ساعدتك معايا باز لها راسها وباز لها الوجهة زين ديالها بدور نظران ديال المرأة هكا شوية محلة كي يثبت لهم قشتك الجمود وبان واحد شبح ديالبتي سامع لشفايفها تسمى سمريم بسعادة وهي كتشوف من هذيك الاستجابة وتوجهت للمديرة ديالتار وعلمت انها غتسافر علمت انها غتفقى على اتصال معاها باش تطمن على الحالة ديالها ومعا خرجت من الدار كان صندوق ديالتبروحات فتحات حقيمتا ووضعت فيه ماتا يا السماء يسره الله لها في صندوق ابنية شفاء والد اسماجد كان سمريم عارف الحديد ديالنبي عليه الصلاة والسلام دهو مرضاكم بتصدقها ودعت لها ان الله يشافها ديالها مرة اخرى كانت زيارة تالية هي الاصابة لنفس مريم ولكن اصررت عليها وتوجهت للمقابر في انتدفن ماجد رفعت يدها ودهات لله بساف وضموا فائمها قد واقفة وصل المقابر كتشوف القبر لكينين يا الله كل هذي الناس فقدوا حياسهم ارواحهم تخلى وراهم امهات وابا وابناء وزوجات هذو ملايين ردي يلحقوا عليهم كل واحد في المعاد دياله على حسب شنو كتسب لي الله قد كتشوف كتنق البصارة من قبر الاخر ويا كتتساءل يا صارة شنو كيدور دابا داخل كل قبر شو كلي كيتعدب بالعمل دياله شو كلي كيتحول قبر دياله الحفرة من حفر النار شو كلي كيتجازب العمل دياله الطيب وكيتحول قبره الروضة من رياض الجنة شو كتنق البصار شديد قد كتدعو الماجد والباها ومهوخصا وكل موصل الموصلين واخيرا دارت غادي تنصار فيك تحس انه في قلبها جرح كبير تتمنى انه يدامل شنهار ندخل طريق المكتب ديال مريم رفعت ميرا صافي كتشوف شكون بدكي خفق قلبها بني شاف طريق قدامها شاف طريق المكتب الخاوي ديال مريم ويرجع شاف فيهم مساء الخير مدى مريم ما كيناش حسنت ميبل خاجل من انها كتشوف فيه كانت كت خايفة انها عيني هاي فضحوا هاي فضحوا داكشلي في الداخل دياله حي بعدت عيني اهلي انتقعت بصوت خافت رهاف مكتب اصد عيماد شوي وغا ترجع بساسما تليسوها على فكرة هي رمشي مادا شافتها مي بحدة تلفت لها طريق بصغر ولكن قتلية بلا مجوجة يعني ذراها دير العقد دياله وعندها ديبلة في الدير صوهم بساسما اهه كانوا دير العقد دياله مخاطبة سوفة اشحال هاته شاف طريق بدهشة يعني هي غيم يكسب بالكسب دياله درشغل العقد صوهو هي كتشوف سعابر دياله وشوب خبز لا كيف ما قلت لي كدروا العقد ورجلها مأس ما يبحيط تحسس بالضلق لكثرة الاسئلة قالوا على مريم اعفاك لا تسمحسي هنا المكان ديال الخدمة هذا ليس باش نتكلم في خصصيات الناس تلفت لها طارق سمحي لي ما قصدتش اني نتكلم في خصصيات هذه النوحدة بدهت تدخل اسم مريم المكتب تلفت لها طارق وبتسم بساسما واسع شافتوا مريم بلابس بساسما وقلست على المكتب ديالها وانتقعت بجدتها تفضل قصة طارق قلست هو مكيحيل شهينية من عليها حسنت بالضيق من النظرات واللي متبت عليها خللت لها ميلف وبغتت بسرعة نهي ديك المقابلة شاف فيها طارقه في الميلف وبتسم كيف ما توقعت وكملتي الخدمة شافت فيه وبتسمت انتي مكتب لأي شركة كتخدمي فيها حسنت مريم بالضيق من الكلمات دياله ومن نظراته ومن وجوده قلت نظرات ما يمتب بسرعة نهي الآن لم يكن من المثال وكانت تشوف بسرعة نهي بسرعة نهي ونحن تكون لديها بلا ما جيساني تتعب على والو شاف فيها بنظرة لي حساسة بالخاجل الحنات عينيها وحسان تقم بتاسم كان فطنجي بنفسي شكرا لخدمة ديالك خرج من المكتب حسان تقع تسوها بمراح اي 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 يا سلام يا سلام ما حييت شاينو عليك تلفزت لها مريم سوها عافاك شنود لها ترى سوها بدت تضحك ما شتيش كيفاش كان كيشوف فيك وخليك ما غيجي كيجي بنفسوسية قاعت عسى مي بغضب ويانا ايضا من المكتب ديالا سوها عافاك سكسي باركا مريم مرمكت بوجهد الأسلوب هذا قال سوها خرجت من المكتب ويوم أصبع رفعت سوها فاح واجبها بدهشة هدي مالها مريم الدعمة هنا شهر ضوية كانت فيسباب الغضب والعصبية ديالا ما يبهد شكل هذا في نفس ذاك الوقت كان صارق ردقع قدرت انها تقنى اخوها انها يخدم معها في شركة وخصى لها البوست كان مكتب صغير كان مكتب صغير في حجرة صغيرة تلفت لها مورد مهم سكسارة هي انك تدخلي المعلومات التي في الملفات على الكمبيوتر واشر واحد لكم ملفات على المكتب اصبحت الكسوخياتها ستشرح لك ما هي البيانات التي ستدخلي والبرنامج ستخدمي بوحدك صارة شاكسي وانتقاس بضيق يعني خدمة ديالا ستكون غير في هذه البيئة الغرفة هذا المكتب هذا بوحده جاوبها بجدية محتاجة اخرى ملفاتها قدامك الكمبيوتر قدامك صارة بحل لك ترجع بعينها ولكن اخويا واش مكينش خدمة اخرى من غير هذه انديرها هذه الخدمة مميلا بزاف موراد بحزن تصفقنا انك ستخدمي الخدمة اللي ستخسرلك انا يلا تفضل بداية الخدمة ديالك وانتفضل كسوخياتها ديالا جلسا تصار على المكتب ديالها طال على الدم كتشوف الملفات اللي قدامها كتقول في نفسها دخل موراد للمكتب دياله دقايق حضرت ناريق اللي قلت استقبالته هو كيندق شنو الاخبار؟ موراد بهدو كيتفحص الملفات اللي قدامه صافي فضينا الشاركة ودفعنا الشرط الجزائي الطارق برتية احسن حاجة تنينة منه ده الملف اللي في الدق قدام موراد اللي يشوف فيه شنو إذا متاسم التارق هذا الخدمة ديال فنانة اللي شددنا الحملة الإعلانية قدم وراد الملف بقى كيشوف تصاميب إمهان وممه؟ متاذة شرط طارق وطلع ليه موراد طارق احنا واجدين وان شاء الله على أول أسبوع ان شاء الله ستعرف الماركة ديالنا او ما موراد براسه خلال ميلاف ديال التصميمات ورجع كي تسفحص الميلاف اللي قدامه حسنا شف فيه طارق وانطق موراد بغين نسول كل شي حاجه موراد بلا ميرفع عن نظر دياله واي سول كيفاش نتقدر تقدر تلفت نظر ديالش وحد عليك إلا كانت كتتدقع الأبو في وجهك شف فيها موراد ديال رفكات شي كامل السباح ساوا بدوره صراحة ايه يعني حسن الهضرة ما كان قدرش نهضر معه كتق معني حسن بحله نشفه بساف كتقعت علي الهضرة سكت موراد بدك يفكر قعد نتقه دونك عندك يكون شي حتى اخر في حياة قال له طارق ابتقال لا لا ما كايش ايه كان دير العقد دياله بعد مات زوج دياله ويده بمور 17 موراد شوفها طارق انا ما كان بغيش دورا هكذا لك عارفني عندي نيشان الى ما كانش عندها مع الهضرة مباشرة رأى هذه الشيء سكتديره يعني لو انا بلاسك نمشي لها نيشان وقل يا فالا انا ومعجب بك بغيسي مرحبا بغيسي صافي وفعلا هاتشي اللي يخصو يكون ولكتواسق من الاخلاق ديالها واثق انها انسانة بزيانة وكتصلح انها تكون زوجة لك فتقدم فكر تعريق شوية وانطق يعني يا دور ايديالك ان يمشي انتون قول لها كمباشرة وخايي ما عاطيني شوق انطق موراد وكي عاودي فحص الملفات اللي قمتامه واحد انا عاودي وكأنه كنت بحصول انترأ انا لها قدر ان تخسر الاسلوب الذين يناسبك ولكن انا عارف ادوى اسلوب قطرة كيف حالك امقصوا انتك نجد امحان من ويجهة النظر كانت سارة كانت سعود النارمان لانتخذ المكتب صغير وطول لها يرى كانت الهدف من هذا الخطه هاتشي ودعوا طريق لانه يجبها نيرمين كانت تضحك على الخطة التي تشلت وعرفت بأن أخوات في مكسب صغير في آخر دور في الشركة ونهار كامل تدخل بيانات وقعد برنامج الشركة فقط تضحك على نيرمين وعرفت فعلا الصغل ليس وفق مورد ولكن لا شيء بعد ذلك عرفت على شدار الكاكاك الآن تصار على فراشة كانت ترى طارق وقل عمري لا سنرى هنا تحكيت نيرمين لنا الجنة أحبيب سينا الجنة يلا نغاد البيتي دخلت نلمي لبيتها كانت تلقى التلفون ديالك جاوبت سلام عليكم سمعت صوت الرجل لا تتعرفوش أنيسة نيرمين نيرمين بستغرب اها انا شكنت جاوبها بحث صوت رخيم انا واحدة عارفك ولكن انتي لا تتعرفين ايش نيرمين بحدة لماذا تتفل عليها؟ لماذا تتفل لاذا تتفل لك؟ سأرى انا سأتنسى الخط لا تتعرفوش تطلبية مرة اخرى قبل ان تقفل الخط تقسيد نيرمين خيري خوك الكبير مراد وانتك اخت تكبر من نكس بيتها سارة وانتك في اخر سنة في الجامعة وعندك 22 سنة قالت نيرمين بستغرب يجبسي هذه المعلومات كاملة عليها ماذا كنت اياه؟ الصوت بهمس انا مهجب جابته بسخرية نعم اسي معجب قلب لب الصوت الهامس انا ماشي معجب انا عاشق والهامل نيرمين بحدة انتقلت لي لم تقصد لي سيبقى ان اخطأ عليك تتعرف كيف يقصد عليك وانا فاعل المعجب بك انا لم تتعرف على سواحد شوفي انا ماشي اي احدا نيرمين انا الراجل اللي سيبقى اختيت تكلمي معي باسلو بحسبنا كذا سدات الخط فوجة هي تحسب الدهجة من جرأة دياله هذا الإنسان يعرف على هذا كل شيء قساد شهر دا تحاول تفكر شكل ممكن يكون هذا الرجل هذا كانت صابح مع جامال في المكان ديالهم المعتاد ولا واحد للبناء بالأبنية اللي ما زال كتت مثلا وش من البناء ديالهم قال جامال هو كيف فكار يعني غد يجي مننا شين يوم ولا يومين ياك وغد تتعيش معكم صابح قال الوارد بالله وكين تقل الشهار أو الأكثر وتشوف الأبغاث لما بغتش ترجع لخدمتها شفها جامال كديرها هذا المنسة يزوينا صابح بغاثب وانتا مالك زوينة ولا ما زويناش شاء الله ستكون قردق دا كيد حكنا كتغيري صابح بحيدة بحيد مني يا جامال بركة عليها لوليدة هذا الشهيرة في الضرب حلا غيستقبلو شي وزير كل شي كيديرو هالتخمال هالماك لكي يوجدوها فيها من دابة دا كيد بمعا جامال من نظرة ساخنة أحسن أنت خيري خيري لضيان المستقبل العمي شرد بسبع ابو صابحها وتانية الجامال نفس الموضوعه وتاني جمال بورد وصافي نحن ستدع ليه قرب 8 منه صابح جمال يمسا غديني نجمعه في بيت واحد يمسا غنجمعه في دار واحد جمال بنفاصر واو ما حدك شي هادر أخرى من غير هذه هالتزويز زويز زويز صابح بغادب كتحارفك من الأول كتفلي عنيا جامال أريد أن أجلبك الأخبار والدار والقبناء ما أريد أن تزوج بي أعني اللي غلطانة أصلاً أستهل الضرب نيت حيث تقسفي أحد بحالك واحد من عائلة الهواري ها؟ نيت أنت بحالك ما كيف يحمل يحلم حساً يشوف مني حساً تشوفه ولا يشوف نيحساً في الحلم ديانه جمال بتاهاكم شو كيف يحسب لك راسك أصابح سين شوف راسك في المرايش كنت شوفين أنت منين وأنا منين شوفين أنت بنتمن وأنا بنتمن وش كيف يحسب لك أنني نقدر نزوج بوحدة من عائلتكم تسمى وش نسيته أساساً أننا نحن معاديين معاكم مستحين نزوج منكم دفعته صباح بيدها بغضب وقالت والله العظيم سنتزقم منك يا جمال وقدر تشوفه شو نغدير فيك صباح دفع جمال بيده واخا جاي وريني شو نغديري فيها سيري سيري قولي يا جمال كان كيت في العليخ كان كيدوز بيا الوقت بشنيت أخوك هاتماني يفرر الفردي ديالوفراسك ونسنى منك قال هون صار فخلاكت تلوه من الغضب والحقد والرغبة في الانتقام اللي كرامتها المهانة خرج موراد من الشركة وطلب من السائق يوصل سارة للفيلا وتلفت لها أنا ما غاديش غمشي تمشي شوية أها والطلبين ماشي مشكلة عسيرين نخط تاكسي وشام موراد في الشوارع كيدور تحت سماء المدينة قلت على هذا الكافي فقال يطلع يشوف الناس في الدنيا جبت أحد تفسر صغير وقلم ونجيبه فقال يكسب كلمات كلمات وندمج في الكتابة سرقوا الوقت كان هذا كور المتنفس اللي يعشقه كتابة كل ما يحسب الرغبة في البوح باكنولات نفسه يخرج ذلك التفسر والقلم ويبدأ يدون ذلك اللي يحس بهم مشاعر وأحاسيس خافية ما يعرف هاش يحد من غيره هو والله دفسر وراء دفسر حتى الجميع عنده أعداد كبيرة منها يحسن فضل بهم في خزينة في المكسابة كان يبدأ في الكتابة بحال وكينسه بحال آخر كان ديمة ذلك الكتابة تريحه وكتزيله حد الحمل وعلى كسافه كان يحس بنفسه أنه أخف وأنه مبقاش كثما كان تلقتني هيدا عميقة حكا كيدخل ذلك الهواء المنعيش للرئاسيين دياله كيسمع صوتها حكا ديالتفر صغير تلفت كيبلي على بعد خطوات صغيرة مع زوج ديال الناس بهمه صغير كيدحاك عائلة صغيرة سعيدة دور الجول الجهة الأخرى وانتخف نصه ما شاء الله لقوا سعي الله بالله خشيز أنه يحسدهم بلا ما يقصد وفي الصباح صلات مريم صلات الاستخارة للمرة التي لا تتذكر العدد ديالها بسات حويجة واستعدت أن يستقبل عم عثمان اللي جاء بسيارة دياله الفارهة هز الحقائب ديال السيارة قصدت حدا في المقام التأمامي ويجدت بساته بساعدة مقبلة على موطن ديال الباهة وبيته وعائلته حتى تبساعدة ليجا الوقت دياله يا سورة هالشعر دياله يكون صحيح أو لخاط خاطئ وبعد طول ديال الطريق لأن البلاد كانت بحيدة بالساف والصمت ديال عثمان وحتى هين بغشت تقلقه بكثرة الأسئلة دياله والحديث دياله التازمت الصمت وصلت مع عنا الصفر استقبلتها جدتها أحسن استقبال كتبكي تتنق فيها وتشمنها في الإحتها وكتتتمنى أنها ما تتطلقها شوية غيك هتشوف عينها مدمين عكس الصباح اللي استقبلتها بالبرود غيك هتطلتها وكتهبط مريم بساعدة انا فرحانة بساعدة تشتك عميته شاقت صباح عميته؟ شهد عميته هاني انا مالك تسيش هل عندك من عام؟ احساس مريم بالأرثيبك؟ عندي ثلاثين عام صباح بتاعكم انا رأى عندي ثلاثين وعشرين ايوه شكو اللي يخصو يقول الاخرى عميته انا ولا انتي؟ تاسم اسمريم ماشي مشكل سبحانية ما كنت عارفة السن ديالك انا ما عارفة نقدرش نحدد السن عندك تقلقي مني صباح قلت صباح ببورد صعفي ما مكاين المشكل تشوف جاو ديال هائلة المرح رغم اعتمال اذاك الجمود دياله ما عاشف ديبلا ديالها مازالة ديرها في صباحه حتى انطق يقتلك حي ديالها ارميها لش مازالة ديرها؟ سمح لي عمي ولكن ممكن شيء الحي ده حي ديالا مقتفيدك غي يسحبك مخطوبة ولست عينها فيه ما عنديش مشكل غي يسحبوني مخطوبة يلا ينطق حتى قاطعه الجد بكلام وحازم يخليها بخاطرها لكل مقام مقال ليس يقصد الهضراء وبعدها جداسة ورسل غرفة ديالا اللي كانت كبيرة مرتبة ونقية وعجباتها ونطقت في يم تاسمة هذا هو بيتك ابنتي من اليوم تسمت لها مريم عن قاسة جداسة مطولا بحل لك تتعوض في هذا الابن اللي فقداته وهي نفس الشيء وهذه الليلة هذه نساس مريم هي فرحان ومرساحة شو حالي مناسات بحل هذا الراحة والطمأنينة مش هطارق للمكسب بديل دعاية لكي يشوف مريم حسنا دخل كبال للمكسب فارغ توجه عند مي صباح الخير اني سمريم مغديش اليوم طار بس مريم ويقد شوف طارق قدامها حساس بالألم في قلبها مليس ولا لمريم شافت فيه في لحظة حزن مريم سافرت طارق هو كي يحاول السفم حسنا شافت فيه مي بحدة ما غديش ترجع كيفاش ما فهمتش قاتل وصوها اللي كانت سعيدة من نظرة سامر لها سافرت عند هائل صفة في البلاد غسلت معهم تمامكين ومبقاش غدي ترجع حس طارق متطيق شافت ميتها بديل وجوه كيفاش كاتبتل حسنا طق سامر اللي جامعه لصوها وكي يشوفها بديك نظرة الاعجاب يعني بقاش غدي تخدم هنا بادلاته بنفس النظرة وبسع اسمات لا ولكن لا بغيته شي خدمة انها تخدمها ليكم ومكيش مشكل لانها تخدم مع البعد أستاذ عيمال المدير الشركة قال لا ممكن تخدم الخدمة دياله وغيت تفضل عليه الطاقة يمعين صورها طارق بلهفة ممكن تسعتني رقم ديالها شافت فيه مي بحدة لا مستحيل ما قدرش نعطيك رقم ديالها تلفس عنده طارق وقلبه ذو هو لكن كيفش غنت تفق معه للخدمة جواباته بحلق ممكن لك ترسل على الاميل ديال الشركة كيفما كيدر العملاء الأخرى للأجانب ترسم طارق حسب الراحة لانه كين خيط يقدر يوصلوا بها وارجع شاف مي شكرا ومشاهد قصد هايماد المكسب نخد منه الخدمة وغيسم مغادي خارج ويتلفس عند مي خيشوف فيها بسابعهم ممكن نعرف ليش كنت تصدري مي بالطريقة وكانت تصدري مي بالطريقة وكانت تصدري مي بالطريقة مقدرش عود تشوف فيه غلطت بسماسك عادي غيي ممكن حسيتها اسمح لي ممكن نهضرش بحدة عادي ممكن غدرت يالش خافت انها تشوف فيه ويبال كديب ديالها حتى قلت سامي لسوها وكي قدر بالمكسب ديالها انا ما عنديش مع الخدمة بالمراسلة واني كان بغيت تعمل مع الناس هكا فايس تو فايس ومش تلك انشي ذاتي لسولة هادا نشرحوها بصراحة مغين تسعب المعات سكت شوية وبتاسم ليها ممكن رقم ديالك يعني لاحتاجة كل شي حاجة تواصله بتاسميها تسعب سعادة ودونات رقم دياله على ورقة تسعلي تفضل بتاسمي لها سامير انتي قلب خبز يوم زيان هيا اول حاجة مشتركة بناتنا بصراحة بصراحة ربط طريق على كتف سامير وقلبنا فهد صبر يلا سامير كان غادي مع سامير في الطريق وكيف يفكر كيف نلقى ديال المريم التي خلت خدمتها وخلت المدينة ومشت للبلاد يتعرش لقصة دياله وشل المكسب دياله وطارق رجع وشل حاسوب دياله فتح ليه ميل كي حاول كسب لها ويتردد ويتردد ويتراجع صفحة مفسوحة قدم وكيف يفكر كيف نكسب لها اعتشجع وكسب لها السلام عليكم اني ساميريام انا بشيت عندك اليوم للشاركة وعرفت بلا سافرتي عند عائلتك البلاد انك ما ترجع لشاركة وان الخدمة ديالك ستكون عن طريق الناس تبغي ان الكلام بناتنا لا يكون وجهة اللي وجه بك ولكن للأسف سافرتي قبل ما نعرف اني نتكلم معك وعد صاحب سكر في ضد دينيال رقم ديالك ما قالش لي غير اني ارهس لك على الامال ديال شركة مقدمة طويلة انا عارف ولكن تبغيت نعرف السبب اللي تبغير سلك الكلام على طريق الامال انا بغيش نقول لك كلام اللي يخليك الطيقة مني ولكن انا معجب بك وبالساف وشايف فيك الزوجة المناسبة ليها تبغيك تكوني هنا باش نقول لك مباشرة عارف الظروف ديالك ولكن ما عارفش معلومات عليك من غير انك تي مزوجة مرتابطة وخاطبك سوفة عارف انك اطرف دي لهذا انا معي سوى انتي على النت او للتليفون لاني نسمس فيك انك بنتسمح سرامة ما كتقدليش شي واحد هكي يطفل عليك ولا كتسمح بشي حاجة هكي وانا عارفك انك عارف الله مزيان كتعرفي تحطي حدود لأي رجل قدامك مهما كان او لا شكون كان ودي حاجة احسارة متافك بالساف لاني بحالك ما عنديش معالة علاقات والكلام الفارغ وانا عارفك منيش واحدة في بعضياتنا اكيد الله يغيص الامور كانت سنع منك رسالة بالرقم يلي ولي الامر تلك فقط ما طلبت منك كثير طريق عبد العزيز قرر الرسالة مرات ومرات ثم اخيرا انتخط على سند قلبه يخفق بشدة ويفرك الكفوف دياله بقوة سواتر ما كانش قدامه منه غير انوين صادر حتى تشوف الرسالة وتجاوبه كانت مريم في المطبخ مع جداتها وتحاول انها تساعدها ولو ان جداتها رفضت ولكنها اصرت هكا كنت تعاونه حتى تدخلت صباح ماذا كنت تداري؟ كانت طيب وليه كما تدخل مزيدنا في الماكلة شابت فاهم مريم وبتاسمات ما تخافي اش كان اعرف ان طيب صباح واخت عارفي ممكانش طيب بحالنا لدينا اصرار في الطبخ وحسا التوابيل التي تستخدموها مريم هي مازال محسا في دبتي سامسا وانا فرحانة كثيرا لأنني ستعلم من الطيب وفي طريقتكم اكيد ستكون حسنة طريقتي كثيرا وتسمعت لها جداتها والمدد النطش للمريم اللي كانت ديه لحوار بعقل وحكمة ورزانة شابت الصباح وقالت يلا سيري 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 بتليحوا يجيك واش يتعونيني اخو كوبك سيكونوا جايين دابا يلا سر بي خلاص خرجت صباح بالمطبخ وياك تسمسم بكلمات غاضبة دخلت الناهيد عند مراد اللي كانت قاس في الشرفة يقلافك ساعة مع دخلات قلت ندوي معك أولدي سد الكتاب وتلفز عندها نعم تفضلها ماما نعدات وكانت تشفي بقاسها وعارفة انك ما كانت بغيش لها ترفض الموضوع ولكن مراد كنت من الفرح بيك بنت ضيقة على وجوه عاد وكمبنات هي كلامه كي بزف ديالبنات مزيانة سأولدي تغيح تنفسك فرصة خلوة تعرفها تشجع الصمت والهوضع كملات كلامه من الغده نجيب لك تصور لحشرة البنات تشوفهم كلهم وتتكلم مع كل وحده فيهم وخصر لقلبك يرتاح لها لكي نقل شاء مراد هذا كيف فكر ومحتفظ بالصمت نكملات هي إلا ما كنتيش بغني نقلم لك شي عروسة خرج مراد من الصمت محبوظة تسمى تصوير سأجب لك تصور وانترى منهم اللي تبغيها وضع معها واخا والدي وماريه مراد وراسو موافق توسعتها تدعي لكي اريد أن الله يكدف الحب وكان جامال صامتها بيقناع بحد الخطة اللي سأجبتها مريم التي لم أعجبتها ولا ارتحت لها لا جميل وش حمقتي الوقت لا حملتها صباح ستتسوج كل مره يأتي مريم سفعلت مريم ستسوات وتستطيع البقات معكم تشعر ببقى دماغ ويكتب لها شركين في سميته ويأتي بلوانه ستقدر تديرها وتديرك تكثر منها تتحرك في مدينة ويجبك تتحرك ويجبك ممتع ويجبك حتى لديك لذلك فاعدتها بسرعة لا تتحرك انا أعرف ماذا نفعل ماذا نفعل قلت صباح بحزم بعد مكلادها دماغا وخاة جمال موافقة بتاسم برسياح ونطق كان وعدك صباح مجرد ما هاد شي تسالع قلت بلهفة صحة جمال بطبيعة الحال سبتيني ونتبت لك ثانا يلا قلت له بثيقة صافي كون هاني خدام ورات كان شوفت تسعوري جابت ليه ماما فيه مظافة ديالبنات اللي كانت تسمينه انه يطقيق من واحدة منهم كان شوف صورة مورة صورة مورة صورة في حيره من امره كله بزوي ناس ولكن انت وحده مجدباته بش يفضله على الخرى اعود شوفه مرة حجور وثلاثة ونفس الحاجة اي نوعه ما توقفات شانتها واحدة خلص صورة مورة وصفر مضايق خلص تفصر دياله القلم ودكعات وكسبتك ما يشعر دخلت صباح لغرفة مريم كتحاول تقلف الأغراض ديالها دخلت مريم الغرفة سابكات صباح كتنقلب عليك نسمع اسم مريم كتنقل بي يورني البلاد زوينه بصفة صباح فيها بلايس زويني قال لي يبين الله في الأخير لأسبوع يديني البلايس خرين حسن حسن ملا تشاهدون اليوم حسد صباح بالحقد والحسد قالت ببورد مزيان جابت شافت صباح القلادة ذهبية كبيرة في فرق بدي المريم قربت لي شداتها بيدها زوينة بسعف مكان ش عندك تسمت مريم وقالت بسعادة مش رهر يجدي اليوم شافت صباح بحقدية كتحاول تخفيضك الضيق ذيالها قالت صغ مم جيدون هفيني Holy ان لا يرغى بحقية قريبة مريم بسعادة لا أخذ في طبيعة الحال شوفي يجبا اخرج الصهباح بحزم ان شاء الله سنخرجوا غطاء بالزوج النقس子 مريم وسوف يعمل كل بحقد من اللوم الله لا يحرمني منكمهم ليوم تخرج usar مريم status كانت تشاهد الهاتف كل مرة بحلقة تسنى شي حاجة ماذا سونا التليفون؟ ليس لدينا رسالة جابتها لها و تلفتها عند مريم يالله مريم أعجب أن تذهب الى البلاسة نطس مريم غدا معا تابعها هي تشاهد الطبيعة في المباني و المتسامة على شفافها كانت تشاهد صوتر و تشاهد مورها في دباس مريم من درعة و دخلت الى البلاسة تشاهد صوتر و قالت مريم خليك هنا أنا راجع دابا مريم قالك لماذا صباح في الغادة؟ هناك صاحبتي هنا نشوفها ضغيين نخد مانده شي حاجة هنا في الدورة و انا راجع عليك هنسي شو فينا البلاسة مريم و خانتي معك ماذا سنبرزتكم صباح بحازمه يا غادة اللي يخليك هنا قبل الشمش سحرق لك البشرة و قالت و رحلات من المساطين مريم مبرر اولى فرصة الاعتراض و قفات مريم كانت تشاهد في البلاسة تظهر لحدها قريب عليها لكي تتمنى في كل وقت و لا بعض خطوات كان الرجل يتابع مجرد ما شاهد صاحبتها دعني مريم بوحدها يجري بسرعة و ابدأوا حجر فرصة و قالوا يمبر نوضو 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 معي لقيت جامل و الاتصوات مع واحدة البنت تتمنى المكان و غوث من الرجال بغضب و أعودوا بالله وصلت لها شيء ويسرع لي و هم عاقدي و هنالك في الجراع و نحن نورك لن يوجد رجال في البلاد وصلوا لك الرجال وقفوا ومشوا معهم تسالت للبلاسة يلديك الدار المهجورة في مكاينة مريم مجرد ما شافهم جامال اللي كان مخزون وراء الدار دخلوا على مريم اللي تفزعات مني شافته وتهجم عليها مع النقاة كتحاول تباعد عليها ولكن في شلات ما قدراش حتى تدخلوا الرجال هاكي القانفة داك الوضع وبدك يغوث واحد فيهم شاف فيهم جامال كيتأكد وما حتى مرها شافوه في البلاد يرى حصلهم بالجرم المشهود وين قز منها من الشباب كانت مكان أقريب ومشاكة يجري دخل داك الدار قفت مريم صدومة لا يعرف ما هو واقع جاء واحد من رجال قرب له وهي غوث شكونت يا ابن ثمن قلت بصوت كي يرجف ودموع كي يطحوا من عينه انا مريم انت خير يا عبد الرحمن السمري شافوا الرجال بعضهم غوث واحد فيهم هائلة السمري يعني من هائلتنا وخمسية سبارك الله انا عارف كيفش غدير مع عبد الرحمن جدك وعثمان عمك اللي ما عارف كيفش يربيك ثم تغدى مريم كانت تجري ويهة منهارة ما عارفش حسب طرق الدار السولات مرة اللي كانت تغدى في الطرق هي اللي ورسة طرق ديال الطرمي غادي ترجع كانت تجري دخلات لغرفة ديالها قصت على الفراش دارت تدربها وكترجف كلها كترجف كانت حاول تسوعب اشنه واقع دقائق حتى سمعت صوت ديالتقان في الباب بالجاد بحل ما يتهرس حتى تسمع واحد من الرجال كيغوت عبد الرحمن اشتيني دارتو بنت بنت بولدك عبد الرحمن فزوع شنه واقع؟ قال لراجل بغضب بنت بولدك كانت معه جمال هو رشفناها ومم معرقين فحد الوضع اللي عاودوا بالله وما كيهضروا كيهضروا عبد الرحمن بدهون من دك الشي اللي كيسمه درجت انهم كيقولوا لما عرف شيش تربي بنتك حنا غادي يربيوها لك الرجل بصرامة شفناها بعينينا ومتك تكدب فينا ولشنو؟ مقدر شعثمان يتحمل كتر شاكي يجري فتجاء الغرفة دياله وعبد الرحمن تابعه لا عثمان لا 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 ما تسرع شعثمان رابنت اخوك هذه قفت الجدة كتغوت وتتابعهم تخلي عثمان الغرفة ديال مريم شافت فيه بحزن؟ قال ساع الله فلاشا تفزوها جبدها من شعارها هايكا كعطها وحت تسرفيقه على وجهه كيغوت فيها لأخير الزمن جيات فتحينها وخاوه بكيش اللي يربك ولكن انا غدا يربك وغير نعلمك الادام هايكا بزيان سبارك الله داي علي يا ماد أعوذ بالله كانت مريم كسبك من الالام والصدمة والخوف حسفك عبد الرحمن من يده طلق مننا عثمان طلقها جغرتها جدا تم بزر البوع عن نقاطها كتبها داع العثمان اللي يقوله بحلو وحش كيغوته وكيدرف الآتات انتقى السباهي بحزم اللي غلط يصلح الغلطة دياله جامال خطوه يتزوج بمريم هات الهدرائي اللي قالها السباهي بعد ما كانت جمعه الرجال ديال عائلة السمري ولا رأسه مع عبد الرحمن حتى كانت الحرب غدت نضبيناتهم ثانية بعد ما كانت هدنات سنين هذي وما كانش عندهم حل من غير أن مريم تزوج بجامال جاي السباهي عند عبد الرحمن قبل ما تتقلق عبد الرحمن جامال ستزوج بها ذاك العرض ديالك وستخافش وكان هذا وقرار ديال عائلتين ان في هذا الأصبع هذا ستزوج مريم بجامال وطالما انهم غلطوا سيستهلوا وحسحد من غير العائلتين ما سيعرف هذا الشيء اللي يقع قال عبد الرحمن بحزم قبل ما ينصرفه هو رجال العقد أخير الأصبع أما السي جامال كان دير فعدك البريء من اللي بدأك يغوث عليه وبعد قلع بكل برود بالرهي لغواته وداته لديك البلاصة هكاك لأنه كيهجبها وقفات مريم تقفات على البكة وهي هكا في الحظن ديال جتسة وكتقول كلمة واحدة مضلومة مضلومة ربسات جتسة على راسة وهاكت شاركة في البكة دياله في صمت جعت مان وقتها من الغرفة حيثت فزعت مريم الجديد وتخشت في حظ الركنة وجداك تحاول أنها تحميها بدراه وقد لم يقربش لها حتى قال العثمان بغضب ديري بحسابك العقد على جامال سيكون في أخر الأسبوع ودخلة بعدها منهار جمزت بلاصة توسع هناها من الصدمة قالت بصوت المرتاجف شك هتقول شكون جامال هذا هناك كتاب و هناك عقد و يغوز فيها و لماذا نكتب أتقي خارجة كالدوري خطة بيت انتوياه وهو أم حسن تزوجي بي و نتقي الدوري انتوياه الحمد لله لأنه سيسترك أنا مدرت سوهال و أنا ما غلطش مدرت حاجة و أولي تخرج لي فجأة هكا و تلاحقني ما عرفت شانيزة ما كنا هو أصلا لما كنا عرفت أحد فد البلاد عمري جيت لهناي كيف ش غدي نعرف واحد فد الأيام اللي جيتهم أنا عمري خجت البوحدي عمري خجت البوحدي خجت معه صباح كيف ش غدي نكون كنا عارفه أنا؟ جوابها بقصوة غادي تزوجي أغتزوجتي ضحتينا و ضيعتي الشرف ديالك و شرفنا معه صافي غادي تزوجي بنتخويا واجهته بحزم ما غديش نزوج به شف عثمان بغيض و يعودها بصرفي قخرة و زوج و ثلاثة و كيغوت أكيد كتي عايشة بوحدك في المدينة عالم الله شنكسي كديري ملفة كدعاء والخروج مع الرجال قفاس مريم قدامه بحيد مني سقعت عزها جدها صافي ببقى لك ما تدخلش الموضوع بحيد منها عثمان بشطل على خارج من بره والغضب بينه لوجونهارة مريم على الأرض كتفكي و قلصت جدات أحدها كتحضنها كتشوفها بحزن و اتردك تلواتيانهم لم تكن قادرة أنها تقول حقيقة لشي حد كانت تحس بأحد الأهلم في قلبك يقصل فيها تفق معها جمال على أن رجل الخر و إلا يأتي يدردك الدار و يتزوج ب مريم و لكن يندارها بها لم تكن عارفة بإلا جمال كان بغى مريم من نفسه و تلاقع جمال بالراجل اللي مش خبرتك الرجال بزوج في المقهى بأنه شاف جمال بها مره و أعطاهه أحد الهرزمانية لديها الفلوس هكا فلوسك تحسم الراجل و فرحان اللي يحفظك أربيت جمال على كتفو طلعت يا راجل تخايف لا تخرب ليا كل شيء أعيب عليك جمال ملينا بقى يدري صغير مو يمنخ لي سمق السين و مش يتسم نو ثانية الشيطان ما يقدر شي ديرها انتق جمال بقسوة العينو بالعين و السينو بالسين و البادي أضلم الزمان خدوا منها بنت بفطيحة و اليوم أخذنا منها بنت بفطيحة وهذا بعد ساحد محسن من الواحد سكت شوية و قال بغي له علامات الحقد والكر كي يبانوا على وشو و ليس أي بنت بنت خيري عبد الرحمن السمري أخيراً عرفت تردد لك ذلك اللي ترجع فينا الأخيري وبنت سكت الفطيحة بحلم كما مرسى عمي الفطيحة بالضبط ديك الليل هذا ساعد مريم بك حلا كاسبكي و لسانها كي يقول حس بي الله و نعم الوكيل في اللي تلوني كترددها بدون ما تغيرها حسا عياز و نحساس و جداسة أحدها ما قادش مسيق ذلك اللوقات حسا جدا و لكن ما كان عندهم ما يدير لأن الفطيحة عندهم في البلاد شي حاجة و اقول اي شراءة واحدة و سيصروا على كل إنسان اخلاتها و اخلاتها و ارجعت الغرفة اقل من الساعة حتى في قسم مريم كتشوف الساعة و اتشير 12 العمل ودخلت القلط و جاء الوقت و اعلنها الى 12 العمل قصة من فطيحة وجهة الحقبة الصغيرة لفرخي طبعة ماجد خرجت من نواحد لجاء ترتيب الأرقام و قصة الفطيحة قرأ حبيبتي مريم أتذكرين كلماتك لي وأنا على فراش المرض كنت تذكرينني دائما بحضل الصبر وبثواب هند الله كنت تذكرينني بالآية التي في سورة هود والتي تقول إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وبالآية التي في سورة النحل والتي تقول ما عندكم ينفض ما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وبالآية التي في سورة المؤمنون التي تقول إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون كنت تذكريني بذلك الآيات وكتليها لمسابعي لأحتسب دوما ألامي وعذابي ومردي ها أنا الآن أذكرك بذلك الآيات ليكن لك فيها سلوى على فراقي الذي أعلم أنه كان شاقا عليك حبيبتي مريم أفق جيدا في أن الله سيحفظك ويرعاك لأنني أعرفك جيدا أعرف أنك تحاولين قدر استطاعتك أن لا تغضي به وأن تفعل ما يرضيه لذلك أعلم بأنه سيكون معك مثل ما أنت معه أختم خطابي بتلك الآية الكريمة والتي ستكون طلبي منك هذه المرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين نهت بنيم قرأت الخطاب وتمع في عينها وضمت الخطاب بالصدرها آه يا ماجد كنت عارفك أحب حساجك أحب حساجك أتسمع منك لا أدرا بحلة حاسبية ومعايا ونعط صوتها سوقفات بيني يا ذي الله كتثبت له شكوها وكترجل رحمة دي الله قد تصلي طول الليل وليسان ديالها في سوجود كيقول حاسبي الله ونعملوا كي أو كالاته وهو حاسبها حاسب كملت صلاة الفجر وقصت كتقلة في الورد ديالها حاسب الشرق حاسب بالسكينة وبالراحة كأنه ذاك شريف قلبها وارجع برد وسلام وطمئنة وسكنات حاسب شعور غريب كي اجتحكيانها كتشوف بلاصة من ذاك شبك اللي في رغفة ديال وذاك النور ديال الصباح اللي بدأ كيتسلل من السماء حاسب حل الدعاء ديال الساجاب حاسب بقش عريرة غريبة كتسلل في الجسد ديالها كله نظرة معلقة في السماء وصوت داخلها كيهتف وقد يستجاب الله لكي كبير هات الشعور بداخلة حتى أدركته بكل حواسها كان هات الشعور بداخلة كما لو كان يقين وأمر واقع حتى أنها حاسة من ابتسامة كانت تسللها لشفيفها قلبها كيرقص بالفرح شعور غريب مختبرته من قبل ومعارفة السبابة ولحتى كيفاش حساس به كل معارفة أنها كانت في ذاك اللحظة واثقة من حاجة وحدة أن الله استجاب لدعائها كانوا قاسين على المائدة ديال الفطور الصباح ما أنجبت نفس الموضوع ديال الزواج حتى أدركت مريم بلاسا أتعدرته ونعدت حتى تلفت عبد الرحمن عنده ولده لماذا تتضره لها ابنت خوب بهذه الطريقة لم تتعرفش عدر بأسله ومحسن لهذا الحدة لم تصدقش أنه يدارته مريم ولكن مضطر هذا الزواج هذا باش نضرق المشاكل والعار والله ما تزوجته نقل له ياوية عبد الرحمن بغضب العثمان تتعرفش حل الأمور بالهدود مصدع المشاكل والقتيل واللي نعدت صباح كانت حال الاتصال بجرمال لما يواجبهاش نهائيا على الاتصالات ديالا كانت تحسب الغطب حبيبة يتزوج من ابنت خوها ويالي عاونته أنه ينفذت الخطة باش يوقع بمريم ويتزوجها كانت تحسب الغيرها فاقت القدرة ديالا على الاحتمال حولتها الوحد الكلب مصعور يقدر يفسك بأي واحد مسؤول هذه الغيرة اللي فيها كانت نيرمين جلسة مع عمسها باهيرة حديقة الفيلا حتى نتقات العمى توحشت البلاد وأهل البلاد بزاف توحشت القبيلة بتاسمت نيرمين كانت سمنا عمتي نشوف البلاسة اللي تربى فيها بابا بتاسمت لها العمى إن شاء الله بنيتي مشي وكلنا ناهدات ولكن مني غادي تصلح الأمور إن شاء الله مني تصلح المشي نيرمين باستغرب هنا أمور اللي غا تصلحها عمسي ما تشغليش بالك بانسي مشاكل قديمة بزاف ما تشغليش بالك بيها سونا التليفون ديال نيرمين كتلقيتاني ذاك رقم الغريب كل مرة كي بدى الرقم وكيت تصل بها كي حاول أنه يقعها في الفخ دياله وهي غي كتبقاها كتسا يسمع وكتقطعها له انتصل السباعي ببهيرة خسك تجيل البلادة بهيرة جمال غادي تزوج عنده العقد في الأخل الأسبوع بهيرة حسنت بسعادة عارمة ما شاء الله وأخيرا غادي تزوج نهات السباعي بحصلة وقال ايه بهيرة بفرحة شكون هذه اللي غايت تزوج بها من عائلة سمن من عائلة نهات السباعي من عائلة سمري اختفت البسيسامة ديالبهيرة وقالت بوجه من شكون فايل السمري من عائلة سمن الرحمن قالت باهيرة بحضة وعليش بالضبطة من عائلة سمري وعليش بالضبطة عائلة سمري اصلا جمال ما ملقى تحد بالبلاد ولا فرق بينها من غيرهم قال انتقلنا السباعي بن فات صبر غادي تجي يا بهيرة وغادي نعود لك كل شي مهندة بجي كانت سنافك مش حالة يخسك صدري ان شاء الله هالسباعي ما تخافش موارد مني غايجي غادي نقولها لي وان شاء الله غادي نجيو إما غدا او لبعده إلا كسرنا وخا باهرة ولكن قولي الموارد ميدوي معدسة شي واحد إلا وصلت للبلاد ما تفكرش في هذا الشيء السباعي موارد عارف مزيان كسر مني ومنك هذي كل اللحظة دخل الموارد بسيارة ثم البوابة بعد الفيلة وقف قدام البهام قد تعمسوا عنده موارد جاي والدي باغاك مش عنده موارد نعم عمسي كيد يرى اليوم بخير بس لهذه الدهاء مزيانة يا أوليدي قلس بغاك قلس قدامه خير عمتي متاسمات جاي مالولد عمك السباعي سأكون العقد وفي الأخر دي الأسبوع إن شاء الله متاسم موارد سأكون ملي حسنا وانا بغيت نمشي وانت طبيعة الحال سأكون معي واخيها ان شاء الله مجموعين ولكن يا أوليدي سأكون قبل منها بشحة من نهارك عارف قلسني يدروني نمشي 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 تصم وراده ومبراسه لا يوجد مشكلة عمسين لا يوجد شاء الله غدا يلا يمشي دابل الشركة ونكمل شغل عندي اسم بكينه وانا معكم خلق بساسه لك سفو الله يحميك أولدي ويبارك فيك قلسة مريم في غرفة ديالها قلسة مقلقة حسن دخلت جداسة وقلسة حدها كده يا ربني اتش مزيانة ومتلع مريم براسه وقال سفوضه حمد لله واثقا ان الله غيجب لي حقيثة لعندي حد الله ما كيرداش بالضلم ثم كلكم ضلمتوني شفاء عبد الرحمن سمعينا بنسي مزيان انا ممستقش الهدرال يتقال سهلك ولكن انا عارف ان الرجال شافوك معه واخاكك ممستقش ولكن انا بنسي الى ما تزوجتيش بكين جامال ستكون مشكلة كبيرة بساف من ناحية الرجال فائلتنا غدي يسفتحوه ما غيرجبوش الحال بسبب الهدرالي غدي نتاشر على العائلة كاملة من جهه اخرى تحد مننا ما غادي يسكت ولا احنا الي قلنا ما بغيش هاد زوجها هاده غادي يقدر هادش يجرب لنا حساس الدم والتهور سمعي بنتي خراح كان بين عائلتنا وعائلت الهواري مشاكل كثيرة شوفيها شباب بسبب السعر وصار كلها شاءتها كاف الرجلين ممكن تكون بيدي دي الحاجة تافى بحال هاده تقدر تجرب لنا الدم كل عائلة غيرت تاخذ بالسعر ديها من العائلة تانية وهكذا واحد من عائلتنا مقابل واحد من عائلتهم هي غادة انا بقى الوضع للسينين لحد موقع اللي وقف ذلك الدم بناتنا وانا مبغيش رجال دكشي لفات وذيك العداوة ويدوع فيها رجال وشباب بسبب هاد العادة المتخلفة ودكشي لاش انا وصباي عن سينين طويلة عائلتنا ديروا اللفوس عنا باش نمنعوا المشاكل بالعائلتين وقفوا تسيار ديال الدم لبناتنا تلفزت لي يا مريم عينا دامين وانا شنوذن بي انا ما غلطش ما بغيش نزوج عبد الرحمن بحازم انا قلتلك انه مصلحة العائلة والقبيلة فق كل شي ومن بعد احنا احنا ما غديش اللوحوك المنوالة بنسي ولا ما حافظ شعلي متأكيد غدين ناخده من عنده قالت مريم بحرق بعد ما نكون صافي تزوج به عبد الرحمن بنسي جمالة راه ولده عائلة مش اي واحد عنده شاركة ديالو وراجل مزيان يعني مش غلل حكل راجل كيف مكان راه واحد من عائلة هو رأي عائلة كبيرة ومعرفة وسط القبيل الكاملين قالت مريم غادة انا ما كيهمنيش لهو اشكون ولا عائلته شكون ولا شنو عنده انا ما غش نزوج لهو ولا غيره هو راه ضلبني ما عرفش على جدار هكاك هو ما كيعرفنيش اصلا وانا واثقة اني هادش بسبب هديك العداو كانت بالعائلة سيندوج ولكن الله قادر ينتقم ليو جيب ليحقي ناد عبد الرحمن ده بصاف عدل الذرة ما عندش للوزم صاف اللي وقاع وقاع ترطب كل شي مريم بعينات الله معايا وغادي ينصرني انا واثقة ديروا اللي تديروه اخا مكيش شي عدو اللي غادي يزوجني بزز مني من غير ما نقول انا موافقة ويغوص عبد الرحمن اما اللي هراسقة صحبه لك كمالك خرجوا خلاها مريم نشروضها مرة أخرى ولسانها لا يفصل عن ترديد الآن في صورة الشعراء التي تقول ربي نجيني وأهلي مما يعملون كترددها ولا كتقول غير احتف ثلاثة وسجودها كان دعاءها الوحيد ربي نجيني وأهلي مما يعملون والغد وصلوا مراد وعائلته مع عم سباهرة لعنده درعمه هون مراد عم سباهرة لا تخرج من السيارة استقبل السباعين كديرها من سبع الحمد لله السباعي كدير نسائي ومرتك وولدك الحمد لله ثق بالجمال مراد بالترحاب وعنقه أهلا 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 بسعادة الحمد لله أخينا يا عم سي مجدتش معك لا لا يلا 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 توجه مراد الغرفة الحمد حت الحاقبة لو عاد ماشي لغرفة جمال ودخل ودخلها 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 جمال ودخلها أحد من البلاد أمي 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 تنتظر لأنه أنت أنا أحكم أمي أنت تعالي أمي أنظر أنت أمي أنا أقدر لست أمي أنت أين جميع يكون في عوانها دازو يومين تدخل عثمان عند مريم اللي كانت تسعى ونجدها في المطبخ داري بحسابك غدا ونجد الكشف الطبية العدرية اللي كي طلبوه في العقد شافت فيه بورد ماشي مشكلة لاني ما غديش نزوج اهنا تخلو عثمان عنده تم جاي قاسدها لا غايش انت ويتبعد عليمها عثمان سيني في حالة تكشف مصلحتك بعيد منها شافتي مريم غدا غدا تكوني واجدة بكري سماتي ولا بسماتيش خرجت امو بالززم المطبخ ويغيه كاتشوفي بحزن واسع داخله افتجاه المركز الطبي وعلامات الاسع على وجهه غدير هاتش اللي غيتلظو منا حسن يوصل الوقت ديال الحقد ولكن ما غديش توافقه للزواج ابدا وخريكو البديل هو الموت دياله كانت غادم كتاء بحزينة يلا غديدخل مع بابت المركز حسنك تلقى واحد دراج للخارج بدخل الملك وانتهي ودى خطوة الولد ويقوم بحزينة ارها لا تشاهد من نظر التي أشعرها لم تفكر طبيبات مراد ودعي بحزينات فلذي نظر من يشعرها مريم تشاهد للمليم وجه مباشرة افتجا نظرها تفرس ملامحه يشاهد دهول واردها في غرب نظرها حتى يشوف في اول اخر يحاول يفهم هاد نظرات الغريبة اللي قد ترمقوا بها كانت نظراتها كتسم بالدهشة والصدمة وشو تحولت نظرات شوق وقالها فوقها كأن حبيبها التقت بالحبيب دياله بعد طول غيام حسيقى الموراد من الخر هو كيحاول يفسر نظراتها تفضلي مدت يدات تاخد الحقيبة وهي محي يدات شعينيه لوجهه حسن لمسات يده شاف موراد في الدل الموضوع على يده حسن رجع شاف فيها لحظة وعاد وعاد على رأسها حسنت بالخزر الشديد تخذت بصرة وخذت الحقيبة ودخلت لمركز بسرعة سابعة موراد من نظراته ومازال الدهون ليس من تسمعون دياله دياله فيه بتكشكل دخلت مريم وقلزت على اقرب مقعد بها تحس بأن رجلها يرتاشفه وقدر يشاهدها ضربت ديال قلبها تسارع وقد تساد الترابل ينتنفسها دعلي هذا الدهون الشديد حسنت عينها كتشوف جمال اللي كانت تتاجه للخارج ويبان انه ما انتبهش لها حمده الله لانه ما شافهاش مقدرت تحكم تصاربات واعصابها كنت جاين داكن ستغزغوه وتفجوه كل ما دكشي الغضب دياله ستخرجه فجوه خرج جمال كيتسن حساس على موراد المكالمه دياله كملت موراد اه يلا مشينا تلفت الموراد كيشف نظره على المركز قبل ان لا يمشي وما زل مندهش من ديال اللي شافت فيها بعد دائكن البنت ببعثمان اللي كان داخل يلا جاهد ساعتensen تتتابع مريم اللي دخلت League منصب ق shelf من ما كان ك Pronunciation穆ته احسنته على جمال بسخرية اهلا unanimously عم مراتي قال له عثمان وفي غيض وقرده อديacle الغلق تتلقى عثمان جمال يяхيت trained ببعض نظرات signific تعال تسوله مراد تلفت لي جمال عمراتي ولكن بينه محاملك شماله تسم جمال السخرية يلا يلا خليد براسه متأكد انها بنت خير السمري كان هذا السؤال حسن المنفلوطي على واحد من الرجاله اللي يجاوبه اه متأكد وراء العقد ديالي يو جمال السباية اخر الاسبوع كان حسن المنفلوطي رجل في العقد السادس من عمره كاتب ديها ليدك القوة والصلابة والتعبيرات دي الوجون كاتسم بالغلدة والقسوة قال بحلة كيتحدث مع نفسه يعني هي ابنت خيري غي ياخده والسباعي تلفت الرجل ما عندك شي خبارة لا خيري السمري ولا خيري الهواري لا 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 سيحاش ما مظهرتها واحد فيهم حسن طق حسن اكيد خيري السمري غيبان في العرس ديالبنته ولا ما بينش قال حسن بحزن إلا ما بينش ومعرفش موصلة له هو ولا خيري الهواري غادي جي ضروري للهرس اللي غادي تحول بركة ديال الدم والعائلتين بالزوج غادي تفجعوا جمع الموعود سعلا تزاهريت في البيت ديالعائلت عبد الرحمن كانت مريم كتشوف كأن ديالدك شي مكيانيهاش عازمه مصرره لانه غادي ترفض هاد الزواج وصخف قدام هاد الضلم اللي وقاهرها لا غاديش تسمح لدك الجامل انه يحقق الغرض دياله وبمهما كان سباب لدفعل انه يدير ذاك الشي ويتزوجها بها الطريقة المهينة اصررت جدا سعلا انها تلبس واحد العباية من قوشة امسا ثلاث الطلب ديالها بعد الالحاح ولكن اصرت على انه مديرت ساعة نقطة ديال ما كرفوشها لبست ديك العباية اللي كل اللهم طرزوا من لبسة قدرت الحجاب ديالها والهيالات كي يصفقوا ويغنيوا وهي قال سبينا سونفودو جمع العائلات الرجال السحس في انتظار الحضور جيل العدود اللي غدي يكسب هاداك العقد الجامل على مريم كان جامل سايد فرحان كيرحب الرجال متحمس والمتسامة ما مغادرش فايفو واه اصق من نفسه يحسب الانتصار حسن طق واحد من رجال من فالوطي هذو كل اللي بخشين بين العائلتين شكون هادا اشار رجل الموراد اللي قال سحده السماهي كيرحضر معه حسن قال له ما عرفش وقيل له كي يجي العائلة لهواري اللي انه قلس وص منهم لا يكون شي حد منهم لانه قال سحده السماهي بديت نفسه كي يهضر مع بعض ومار راجل هاداك الموندس براسه وكيشف موراد بتابعون كيتفحص فيه شو صولوا احد من رجال من عائلة السمري على موراد حسن جاوبوه ما عرفش شاولد عمي اللي عارفو انه قال سفل هادا اليامات في البيت في در سباهي مكن شي حد من عائلته مش الراجل البعيد على الابصار بقى كي يهضر في التليفون دياله قربت زوزت سباهي من باهيرا لينها سالة فراشعيانة وتلفزت الخادمة اردي لها بالك مع مليجاسية من المدينة وهي مريضة ما كتتحركش الضغط ديالها طالح اردي معها البال معا خرجات الام ديالجامل حسن فقت باهيرا على الخادمة اللي واقف احدها حسن انتقات الخادمة ارهم شاو غي يحضروا العقد كي بقيت شوية شاف سباهي باهيرا الحمد لله ما عرفت شناء كيف اشتغسر بنت عبد الرحمن لا 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 ما غي تزوج بنت عبد الرحمن بحفيدة عبد الرحمن قالت باهيرا بدهشة حفيدته عبد الرحمن ما عندوش حفيدة تسمت الخادمة اللي عندو بنت ولدو خيري لقاوها فوحد الفطره هادي وجابوها تعيش حدهم توسعوا هينين باهيرا من الدهشة قالت وعلى ما تصدم على وجهها جامال غاي تزوج بنت خير عبد الرحمن ايه لا 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 تسمفزوا عن بلا سنسات المرض دياله والآلم دياله بدت كتغوت واش متأكدها الخادمة بتصوت ايه لا لا متأكدها لحت على ذاك الغطة وغدا كتغوت وياك ترجف ايضا مفراشة وستحيل الزوج بها جامال مستحيل ما يلا وقفات تحت تحت على الارض هي مغيمة وصلت زوجة سباهي البيت عبد الرحمن وستقبلتها زوجة عبد الرحمن وقلتها سبيل نسا طلعت المريم كتشوفها مرة رأسها الرجلي وقالت بتاها كم ما غاديش جي تسلم عنيها وتبص ليها ايدي قالت زوجة عبد الرحمن المريم ما غدا بنتي سلمي على عدوة تبصي ايديها لطت مريم وتوجهت لها كديرا لابس عليك جاوبة بتاها كم مزيان ورجعت بلاسة مقربت لما والد واسمعها بالفم من تسيسا وقالوا الناس مستمرين في تصفاق والغنديالهم كان واحد زوج العينين كيشوفها في مريم بحقد وحسد وغيل تفين عينين صابح كتحسب النار كتساكلها من كل جانب هذه كالبنت بعد لحظات غسولي ومرات حبيبها اللي سنين هذي هي كتس الناح كتشوفها وما كرهاش تقطعها كترة بطراق بحل بغيت تحرس لها راسة بغيت تغلي من الغضب بحثت براسة إلا ويغدال الغرفة ديالبها حلة تحضر كانت عارفة بزيان انه في سلاح خذاته وخذاته بين حويجة وخرجت من تلك الغرفة ودك الشرر كيتطاير من عينها أجل عدوه اللي غيكتب الكتاب بغيت تعال او الزهاريت ورجال كي يهدروا وجمال كي يقرب وحتى مراد حدا غالس وكل شي رجال مجموعين وكان واحد من الرجال من فلوطي اللي مخشي وسط الحضور كي يشوف مراد اللي غالس حدا جمال ويده كتتحسس المسدس دياله اللي خازنه بين حواجون تسمع صوت طلقات في الهواء كتابير على الفرح دياله بهذا الزواج والطلقات كتختار قسمها بعشوائية ولكن واحد من ديك طلقات ما انطلقات باشوائية انطلقات متعمدة متعمدة تختارق واحد من الاجساد انطلقت رصاصة اللي عارفة الوجهة دياله بالضبط عارفة فين غير الجسد اللي غتستقر فيه ومخطأتش رصاصة الوجهة دياله استقرت في الجسد اللي تلقات سعلى قبله وشكت انفجر الدماء في هذا الجسد قبل ما تسقط الارض بده لغوات 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 احساس المريم قلب عقفز مبلاصو ويكتقول انطلقات الارض جمعوا الرجال وتعالت الاسوات تصلب الاسعاف يا الله تغياء ماذا تصاب؟ ماذا تصاب؟ كل شيء يغوات يغوات وسط الرجال مجموعين حاول ذلك البركاد يلتم اللي يخلف هذا النازيف كان مراد قلس على الكابي شاد دراس جمال فقدرها ويقول بصوت مطارب جمال الاسعاف في الطريق حاول سوحه يغوات في الرجال ها يقولوا الاسعاف بدك يغوات على يوم مراد باش يصدوا الباب باش اللي دار هاد العملاء هادا ما يقدرش انه يهرب ونفو درجة الاوامد يالا وصدوا البيمال الخارجية تماما ما خرجتها شيء واحد والصباح كيغوات ونساء كيغوات وخاصة ام جامال حتى تطلع عليهم عبد الرحمن وهدتهم باش يسكسوا وإلا اللي بزات تغوتها سيضربها برصاص حتى هي جمعوا في حد الأرقنا كل شيء خايفين متعديد يا عبد الرحمن وكسموا دقصرخات ديانهم مريم كتشوفها كيكمل بالبالكم على عيالات اللي كتلوا كيبلا جامال ناعس للأرض ورجال طيرين بيه شافت فيه بقاته وقالت بصوت خافت يوم هيل ولا يومي اللهم لا شامعته حلعتما البوابة دخلت سيارة الاسعاف اللي هزا جامال وسباعي ومراته ومطلقات المستشفى ووراهم موراد بسيارته وعبد الرحمن بسيارته رجعتما لأمر رجال النومي يغلقوا بالبوابة حتى يجوا الشرطة جمهروا الرجال كل واحدك يحاول لي يخمن شكون هذا اللي يطلق النار على جامال حتى قالوا واحد من عفراد عائلة سمري حاوله ولا قوة إلا بإلا الرجال الهوه ريتام ما بغايد مش مقدرينش يحميونا فتف بيوته فداركم ولا تسمري يضرب واحد من ولادنا فداركم كل ما من هنا جمهلا من هنا من هنا من هنا أحسنت تسمع ركبه الرجال وتعالوا الأسوال ديان نساء من جديد بالغباس مرة أخرى ودخلت من يمنوا أحد البيت اللي خاوي صدات الباب عليها كتشح تحس بالرعب وكتحس بقلبها كي يحرقها وكي يخفق جسدت على الفراش كتصغفر الله كتحاول تهدي من روع دياله وزقف ذكرة إجافة ديال جسدها لحظات جاءوا الشرطة وتفرقوا رجال واخدوا الأقوال ديال الجميع وتحل هذه المجمع وفي المستشفى قال السباعي مع مراهتم وموراد عبد الرحمن وراجل من العائلتين خارج غرفات العمليات في انتظار أنه يخرج جامال وبعد ساعتين خرج الطبيب من غرفات العمليات جاء لديه السباعي طب بني دكتور شكاين والدي وقعت لي شي حاجة طبيب بهوده للأسف الرصاصة استقلت في العمود الفقاري يخصوا عملي أخرى لقد قد ربع وجهه تغوث ولدي ولدي حتى سكتها السباعي سكسي باركة من رغني نهرس لك فمك جارت الدهلة فمه وسكسات كاتمة بكاها حسنت عبد الرحمن الطبيب يعني غيوليه بزيانة دكتور دكتور بأسف كنت كانت من نطمنكم ولكن لأسف الرصاصة استقلت في بلاسة حساسة وممكن أن تخليه بشلور طول عمره ولكن سينديروا اللي يقدرنا عليه ان شاء الله الأيام الجاية هي لغة تحدد خطورة الحالة بكاس السباعي بقاهرة على ولده قرب منه مورات ربتها لكسفه دعيليه بالشيفة ان شاء الله غيوليه بزيان بعد ما فقت باهرة أصرت أنها تأخذ الخادمة للدر عبد الرحمن السمرين لعرفت شنو قا أصرت أنها تمشي المستشفى ما وصلت مع المؤسس صاري تعمل كلا يا الحفا إلى مانعى صريح لقد خلق مدير تساعد ان شاء الله وليس آخر يدرون معلد الحفا الهوى معا وعنداب صدر الكتاب الهوى الحمد لله يا ربي الحمد لله شف أمورات باستغرام ويصولها على سبب ذلك القول ديالها حولا كان جاء السباعي كان أسرع وقرر منها باهيرة شنو اللي نوضك من الفرش ديالك دوستور قال لك ما تتحركيش قالت باهيرة بحدة كيفاش تخليتها تشي وقاعها السباعي كيفاش تسمح الجامل يتزوج بنت خيري السمري وموراد بدهشة خيري السمري مش هادا يقسل شي واحد من العائلة المنفى الوطي وتاهموها في باب الله يرحمه شف باهيرة مش ما عارفة السباب باهيرة ديال سبب هالدزواج غوت بغضب غوت هات السباب واضحة السباعي وولدك جامال بغي ينتقم من خيري ببنته تعارف مزين أنه ولدك بغي دل العائلة السمري يكسر عينيهم كيفاش توافق على هالدزواج هذا كيفاش عبد الرحمن يوافق يسلم بنت ولده الجامال قال السباعي بنا فات صبر اللي وقع وقع باهيرة الجامال كان على علاقة ببنت خيري وكان كي يتلقعها في السر ورجال حصلهم وضبطهم وجامال نفسه عثار بأنه كينش حاجة بينه وبينها تكشيه لاش طرين أن تسترعوا عليهم تسترعوا للمنت ونزوجوا هالجامال اللي تفتحت معه شفت فيه باهيرة بدهشة كيفاش بنت خيري تسلم راسها كل جامال وش هي ما عنداش العقل ولشنو سووا له مراد كينش يشود على هذا شي سباعي كين الرجال اللي شافوها من عائلتها شافوهم وضبطوهم مع بعض تفاح البلسة خاوية واحدة واحدة اللي تسلمنا جديدة هما في وضعه مشيه وهاتك وديك سعاجة وججدل عندي وفتفاهمنا قال مراد في سوخرية باين أنه مشيغل قبل ما عندوش أخلاق سبنته شربت من نفس الكاس شاف عمو عود منطق ما كانش خسك سوافق على هذه السواجات هاتي كان واحدة غير أمينة على نفسها كيفاش تخليها تسلميه دي لولدك شنوضمنك أنه غريش تدير ما غريش تدير شي مع واحدة آخر جاوبوا السباعي بحدة موضوع كبار من هذا الشيء يا والدي المشكلة أنا كانت سترجع للتأر والدم وهذا الشيء اللي يبقى ره نموت ونعرف شكون هذا اللي ضرب والدي يا أخوفي كون شي واحد من عائلة السمري ما تقدرش شي تحمل ذلك شي اللي وقع لبنت من عائلتهم وضموها كغلالي وضرب جعمال ديك ساعة غيبدا التأر من جديد والدم غديش يحبس بالعائلة سيني دت فهبهي أنا كعتفكر من الصغر قفت تفكير وقعت بحزم بعد أن تتلقى بنت خيري ومع رأت بدهشة لماذا تتلقى بنت عمسي ومشي شغلك بعد أن تتلقى بنت عمسي ومع رأت بنفاد صبر وخا عمسي أجي نغدك يلا هرى الفجر بقليقة شوي وطلع إن شاء الله غدونتك عندك بعد أن نمشه جميع نسا من بيز عبد الرحمن دخلت ومع رأسوه لمرهم ولي كانت ناس عائلة فراشة وكيك مجموعة على نفسها ويقعت شوف الفراغ قرأت بنا جداسة وقلساس حدها بنسي نسي وزيانة قلساس مريا متقدسة على فراشة وشافت في جداسة أعرفك خليني وقع لها لم أفهم سؤاله ما هي العائلة الهواري وما هي السباعة أو الجامل وماذا هي المشاكل هذا وما يفهم المشاكل من أعجت جداسة بحسرة وقالت وانت في نفسها من الزمان كانت بين العائلتنا وعائلت الهواري مشاكل قديمة والتعر والقتل كانوا العائلات يكرهوا بحضهم كورها هذه العامة حد ما وحد من نهار تقتل واحد من عائلة المنفلوطي والد حسن المنفلوطي والهدى العائلة كان بيننا وبينهم مشاكل وكان بينهم وبين عائلة الهواري كانت مريم كانت تسمع جداتها باسيمة حتى كان ملات والد حسن المنفلوطي قبل ما يموت كسب ضمه على الأرض اسم اللي يقتله كسب خيري كان زوج خيري خيري بباك اللي من عائلة سمري وخير اللي معائلة الهواري اللي هو أخو السباهي كان بينه وبين زوج مشاكل ومعرفوش يحدوش كل إنه خيري قصد شكون فيه سواء عيني مريم من الدهشة وبنهلها الصدمة كملت جدتها الكلام البوليس ديكساعة وحقه معه معهم بزوج وطلعهم بزوج باراء حيث مكان جدالي ضدهم غير الاسم اللي تكسب ولد حسن قبل لا يموت ولكن حسن أقسم أنه سيقتلهم بزوج خيري بباك وخيري خلص سباهي ما كانش كي شي حل من غيره من غير أن العائلتين يهربوا أولادهم بزوج لمدينة ومندك النهار العائلت وقفوا القاتل بناتهم وصافي ودرقوا على بعض مدحلة مريم تأطر هي كتسمى الجداسة وكتنهد وقالت بأسا هذا وسل لي اللي كان مخبه ليها ماجد قال جداسة بدهشا شكن ماجدة بنتي جاهلت مريم سؤالة وقالت بحزن ولكن بابا قال لي أنه قتلت تحدى جدا وأنه باري قال جداسة بحزن طبعا ما قتلتش ولدي بباك ما كانش كي بغيل حتيه السلاح كيف شغل يقتل كان راجل كيعرف بينه بين الله مستحيل يقتل اللي قتل ولد حسن المنفلوطي هو خير الهواري مشي بباكها بنتي طب منات مريم سأكيد جداسة الباراء سببها وقالت بصحة جدا بابا كانك يعرف لله مستحيل يدير هكذا أنا واثقة أنه مشي هو اللي قتل هاد الراجل اللي مات ربسات جداسة على الاكتفا يا الله بنسي الفجر كي أدن نوضي نوضي صلي ورتاحي خرجت جداسة قبل وقت مشي البيتها داست على صباح القاسا واقفة قدمت الشرجم يمحلون ما شافتها ويتنقذ صباح شنو كينا ماما شافت في امها بدهشة بقى ما نعسي شلده با صباح صباح برسيبك للا ما جانيش ناس يا الله بنسي نوضي صلي الفجر ونعسي صبحي الاخير خرجت امها خلات صباح رجعت البلاسة قدمت الشرجم وهي هذا الشهر من جديد في البلاسة اخرى منطق حسن المنفى الوطي ومدهوش يعني سوحد منكم اللي يضربوا موشكل اللي يضربوا واحد من رجاله معرفة شهر الحش وفجأة تضرب معرفة نشكل بدك يضحك حسن يوم زيان ماشي مويم كاليدارة المهم ان العائلات بجوج غينوضوا بيناتهم ضيق عيني مقلب خبض ولمنوضوش انوضوا احنا ثلاث سبعة سوف أعود عبد الرحمن وستقبله الأسرة يتساءل في نوقع الحمد لله ونحسي مال كبير انو يولي مزيان الحمد لله على كل حال سوف أعود كنا نعرف ماذا داره في دارنا كنت قلته بيدي حسن قتل جدا وماذا كان معه؟ مع ابا واما وعمسا وولد عمه قتل زوجته بزحشة ماذا كان هذا وولد عمه؟ وولد خيري الهواري خفق قلب مريم بشدة وتلفست عن جدسها وقال بدهشة كيف يدير؟ راجل بحلق حسن قلته راجل بحلقية راجل حتى نطقة عثمان وشكينة شوية مربية تسول على رجل غريب كيف يدير شكلتها وش تخرب أخيها وقالت سيخصك تربي من جديد تلفت لعمها وقالت بضيق راجل سوى الوحد سبب في نفسي ماشي في غضل وخلاص قالت الهضرات ورجهت لبيتها حلت اللابتوب وقلصت على فراشة حفظت المجلد اللي فيه صور ماجد وقد كانت تشوف تصورها تسمسم بحيرة ممكن؟ وش ممكن يكون خوق؟ نفس شكل؟ نفس الاسم؟ ممكنش يكون قاعد شي صدفة؟ قالت معا نفسها بدهشة ولكن كيف هاش خوق؟ فين كان هات سنين كاملة؟ مهم وش ممكن يكون نعيش مع اباك؟ ولكن عاوجد ان يتجن على مجلد ومهمك؟ تكون مراد الرجل يقتل والذي تظلم بابا يزال وقالت مقوى وقدر تكفوه على راسا وقالت لحمهو قلت لحمك يتم تفهموا غيره ونحتاج العائلة أطمأنه على جامال ومن بعد أصررت بهيرى على أن مراد في ادهال بيث عبد الرحمن استقبته مع اسمان بورود واجه مراد بورود مماثل دخلهم الصالون ومشايف يقبع مرحبي عبد الرحمن حسنا قلت باهيرا بغى نشوف حفيتك عبد الرحمن قال عبد الرحمن بقالك مريم شنو وقع خيرا باهيرا شنو كيني لش بغى قالت بحزم ماشي شغلك عبد الرحمن بغى نشوفها وخلاص دخل عبد الرحمن لغرفة مريم طلبت انها تبقى معها بوحدها الرز في الراس خرج عبد الرحمن وخللهم بزوج شافت فيها مريم بداها شوية معارفة شكن هاد المرأة اللي دخلت عليها هكا تفحصتها باهيرا مر روصل الرجلية وقالت اللي ولد ما ماتش فيك بزاف من الباك ولكن تحسن منه بينما ما كانت سمزيانة كانت زوينة بتاسمس مريم لإطراء ديال لما قالت شكرا عشرت لها مريم للسرير أجي 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 قلسي قلسات باهيرا بلما تحيد عيني على مريم لقلسات حداها بتاس باهيرا الهضرة أنا بغنعرف سؤال واحد وصافي سؤال واحد مريم بهودو ولكن ممكن عرفش كونتي باهيرا أنا باهيرا الهواري اخت صباعي وخيري شافت فيها مريم بدهشة تخت خيري الهواري يا بنتي أنا قالت مريم باللهفة أنا كنت بغنسولك له شي حاجة مهمة ما كنتش عارفش كونتسول ولكن بتي أكثر وحدة غتفيدني علش بغن تسولين يا بنيتي قالت مريم بهودو إياك هتشوف من أفلمرة خيري خوك اللي هرب منتار المدينة كان عندو زوج ولادي هك ضيقاتها باهيرا عيني وقالت شنو عود لكم بك بالطبق قالت مريم بحامس بمقلي وهلو ولكن جدتي البارحة عودت لي أهلي وعلى الجريمة دي القتلي وقعت واللي الفط نظر ديلي هو اسم الراجل اللي من عائلتكم اللي هرب هو حسب من نفس المدينة اللي حكنا في احنا الراجل هذا كان راجلي شافت فيها باهيرا بدهشة شكون كيفاش نفهمش قالت مريم بحامس أنا مرات ماجد ماجد خيري لهواري عيني الباهيرا عمره بالدموع قالت ميمكنش شتو وشتي ماجد والدخويا قالت مريم بتأثر اه مكنش عارفة انه ولد الراجل اللي اللي كان بينه وبين بابا العداوة تحد مقالها لي لبابا لماجد قالت باهيرا بلافة فين هو فين هو ولدخويا عمره عيني مريم بالدموع توفى هذي كثر من عام بدأت سباهيرا كاسبكي كاسبكي ما قدرت شمريم تشوفها هكا حسن هي بدأت كاسبكي معها ضمعتها المرة الصدرة وقالت كانت سمريم بالأمان في حضر المرة هذه اللي حسن ما عارفه هاش ما مصدقاش حسن الان كيف اشتقت بها بعملت ماجد انزلت مريم مراسة و الدموع على عينها كين هامرو دعي لي بالرحمة دعي لي بالرحمة والمغفرة قلت باهيرا بساطر الله يرحمك اخويا و يرحمك اولدك قالت مريم باسي امام انا هذي يومين شفت صدفة واحد كيشبه الماجد بالضبط كيشبهه بزاف هذا اخوه ياك اخوه من الأم تانية ياك سكساس باهيرا و بدأ لها تردد و قالت اخوه موراد يلا خلي كده من هاد الهترا انا بغانت سؤولك سؤال و بغيتك تقسمي بالله انك هتقولي الحقيقة و مغاديش كدبي قالت مريم بسرعة قبل ما نعرف السؤال والله العديم من كدبنا مريم ما كدب سغنقول لك الحقيقة سولاته باهيرا و هيك تشوف وجهه و كترقب دوك ال ردات الفعل ليالا و شو قاعد شي حاجه بينك و من جمال و التسباعي ها كيف ما كيقولو الناس جابتها مريم بسي قب بدون ميرف لها رمش اللي ها موقعه والو عمريشتو من القبل قالت باهيرا هي ماذا لك تشوف يا و لك رجال من هائل تكشافوك مها لا اللي وقع اني كتخارج مع صباح و خلاتني و مشات قلتني غدعد واحد سحب سفج فجأة القيتها ذاك جامل جاحت انا عرفش كيف الشجعان نقني هكا فلوصل محضة دخلو رجال و ذاك سحب كتفهمه والو قد كتخم منها قاعدك شي اللي وقع ومات باهيرا برا صوت نحدث كان قلبي حاس كان قلبي حاسا نقصدها قالت مريم بسي غرام عش نقصده وقفات باهيرا عتعرفي كل حاجة ابنيتي ولكن فقصها لهم حاجة دابع ما تخليش جامل ولدخوي يمس شعره منك سمتين يا بنتي بتسمات مريم يكا تحمد الله انه ورزقها في ذيك المرأة بشتوقف بجنبهوت نصفه و هي مرقبية بين فعا قربات بنا باهيرا و مصحتها العشرة قامنا بسياف ما زال ولكن يتسدى الأمور والمشكلات تتحل والكلام اللي دار بينك سوف تكون سر بينك تأتي وقصو تصافقنا بنيتي توسعت بسي سامتا واخا صافي عمري ما اقول هاد لازل شي حد انا بذلك اللحظات كنت اسوها تغوت هههه هيا هواي اجي جي تشوفي طريق شنو كسبة للمريم ازعت فعمى يا راسا وقال سفدة شا شنو كسب فين تحكات سوى هم ميال بين الشركه بقى لك يصحب غي الوحدة اللي كتدخللي ويدي ويدي مريم ماتي شنو نخليك سحي ميال مصير المصير في صطرق الهو عميال دي لمريم تسمت سوى فضول وكان عندي لحقها جي تشوفي شنو كسب ليها مريم كتتقرفه ذكك شو عينها كيتسو سعه كانت تحس بالألم في قلبها شوكات حتى سؤولتها هذه الرسالة كانت محلولها من يدخلت في لاياني قراشي حتقل منك ولا لا شدت سمعي هذا كله لسوغي وحذفت الرسالة حتى غوثت سوها عنيش حذفتها لاتت سمري من المكتب ديالة ملا ما تجاوبها خرجت التليفون ديالة من الحقيبة ضربت بأصابعة فق لوحة المفاتيح وستجلت واحد من العرقة من الهاتف وخرجت من المكتب قفت قدام الشركة تصلت برقم وقلبها كاتب حتى جاوبة واحد الصوت قالوا قد ساكتا قلت بصوت ريالة حاولت وقفر ارتجافة صوتها قالوا أستطارق شرحت لي كيفاش أن ذاك الميل كل شي يقرأ قال لي ديزاينر سلي في الشركة يقرأهم حسب الحارش حتى قتلي باللغة هي وصور اللي شافت وراء حذفاته معرفش كيفاش تغيبت لها الدرجة لكي طبعا إيميل ديالة شركة ما يكونش خاص بأبو حدا موقف محرج فعلا قالت ما هيك تحاول تضبط الفعلاتها صافي موهي ما يبغيت نقولها لكم صافي أنا ما بغيش نعطيك الرقم ديالة لمريم حيث هي ما كتعطيها رقم لا تعامل ولا أي راجل ولكن من رسالتك واضح أنك يعني بغيش حاجة اللي هي رسمية مريم إنسانة محترمة كتوافقش أنه تديرش حاجة اللي هي خيبة وذك شالاش أنا هكذا ما ممكن نعطيك رقم ديالة تتواصل معها لبغيتي أنا حدفت رسالة دابة ويعني ما غيشوفها شي حد آخر حس طارق بالأرسية شكرا بالساف ما عرفش كيفش نشكرك قالت بصوت خافت لا ما فيش مشكل ما كانش مشكل لا عفو عطتوا الرقم ودونه عنده قبل ما نقفل قبل أن نقل لحضرتك وحد الحاجة مريم ما زال متأطلب الموت يا الخاطبين بغيت نقل لك هاد الشي يعني وخط رفتك المرأة الأولى ما تستسلمش لأن مريم إنسانة الساهل أن الوحد يتابع لقبلها جابها طارق برقة أنت إنسانة مخلصة بالساف مريم محظوظة حين أنت صاحبة بحالك حسنت بالتوتر لإطراع ديالو نهات المكالمة بسرعة شكرا يلا مع السلامة سدات الخط كتحاول تضبط الفعلاتها باش تقدر ترجع الدخول لداخل المكتب ولكن رغمان عنها سقطوا دموها في صمت كانت مريم في غرفتها كتقرأ الوحد سمعت الصوت الغويت وعود الضرب ديالنار تحت حلت بالفازع خرجت من الشرفة كتلقى أمها وعثمان على الأرض غارق في دمه وشت كتجري ويا كتغوز أتقوني أتقوني صباح خرجت بسررها بتكي على أمه ويا كتبكي يا عمي يا عفاك ما تسموك عمي كتدير يدي على الجرح كتحيد ذلك النصل لذلك السكين اللي مغرز في الجسد وكتحاول توقف النازيف قرجت التلفون دياله وتتصلت بجدها اللي كان عند جمال في المستشفى كتهدر مع عثمان وكل شي كتسمع وتدخله عثقوني والدي ضربوه بالسكين كل شي سابع هذاك الأمر لا حوله ولا قوة إلا بله قف موراد كيتاب هاتش اللي يقع هو جامد المشاعر وصلوا عثمان لمستشفى مع مريم ومستقبلاتهم تقبلهم عبد الرحمن كيشوفوا لذول اللي حاملين على النقالة وحويج مريم كلهم غارقين بالتم ومريم بغي كاسبك وكاسبوت جمعوا الرجال والدني عمرات كانوا متأكدين بالله اللي دارها ومشي من الرجال الهواري ومشي من الرجال السباعي لأنهم هم متافقين على الهدنة بناسهم كيشي واحد اللي بغي هكاي ذي المشحنات ويجدد هذك العداوة بناسهم ما تصدع ديالب الصح دني حمرات كل شي دني غرقات برجال يلقبائل كلهم دخلوه لغرفة لهماليات هز عبد الرحمن كفوفوا السماء يا ربي يا ربي العاقب تكون بخير سكي سماء وحد الصوس وراهم باهيرة أشو قاعت ما نوشت شي بالصح ليسمات سمغادي عند مراد الشاب هل جيت عمتي دابا يقول لكريح يراس كل شي جاي انتعي لدابا تل فتاة عبد الرحمن وصباهي هذا ما غادي سالي دابا سالي إلا بالزواج ودابا دابا يتكسب الكتاب ويتكسب العقل دابا وذلك يغوط صباهي شك تخرب بقية باهيرة جامال كيف شغد يزوج ويا بقية بقية عملية خرغدة باهيرة بحزم مريم ما غادي زوج جامال والسحين تقول جامال حسن تقع عبد الرحمن بحد أشك تقصد باهيرة كيف ما يوقع شاد زوج هدا شكون غادي يكون فيها لما وقع شاد زوج من جامال غا يكون تم مع وتاني ما خصن احنا 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 شي واحد يسدع لنسادي ويبقى هكما ينفعش انه ميزوج بها خيات باهيرة مريم غادي زوج ولكن ماشي جامال تلفت الموراد غادي زوج موراد والدخويا خيري موراد كيشف ها بدهشة شك تقول عمتي اللي سمعت يا ولدي سلي غادي زوج بها موراد شك تقول يا عمتي مستحي مستحي تزوج عمتي باهيرة بحزم مطل ماشي ولدي مشي اي حاجة كنشوف اكتكون صحيحة تقول انا موراد بحزم ممكن ستزوج بها عمتي شوف لاشي راجل واحد اخر وراجل عطاه من الله شوف شوف واحد اخر من العائلة باهيرة انا اللي تلعليك الضورة ولدي إلا بده تصار بلعيل اسم زوج عم ستطور عليك بعد جمال هذه العادة اللي نحن اللي يمشي فيها رجال كثير مرغين نعود من الأول كل رجال تحكم بأقلها رجال اللي تحكم في الغضب ديال ينس الشرع الله وسبب يتجبض النار ثاني من جديد بالعائلات وما كيش حال من غير الزواج خاص تزوج مريم دابع سكت مراد وكيش عرب ذاك للحمد وضيق قال بصار ما بعد مع التفكير إلا كتيك تظني أن نزوج ونعيش مع أي زوجين طبيعين هذا يعمر ما يقع عامتي أنا ممكن نقضل الموقف ونعقد علاء ولكن ليس كثير من هك عائل قبل المشكلة وصاف تحل بعد نسافر ونحل الموضوع جاوباته باهرة أنا مبغاش كثير من هك لأ ولدي وتكسب عليها تعقض علاء وتأخذ معك المدينة حسن تأكد أن الأمور تحل وتهد وذلك ساعة دير اللي بغيت وذلك تعلي الله يل غت كون السفر مراد بالضيق عد قال بعنف وكيح ولي يضبط الغضب واخ ولكن فهمها الناس الوقت لا أستطيع أن أسمحها أبدا بالتسيب اللي كانت عيشها فيه حد ما نشوفه كيف شد المشكلة ستسألها إذا شفت منها غلطة وحدة لا كانت صغيرة تلقى فورا نسمح لها لحظة وحدة في داري وإذا كلامي ما أعجبهاش شوفوا حل آخر ولا شوفوا حل رجل آخر من غيري عبد الرحمن بصرامة بنت والدي مربيع عيب تهدر الهلاب الطريقة تسمو مرات بسخرية وتساكم قالت باهيرا أينها مريم أشار عبد الرحمن الغرفة دخلت باهيرا الغرفة لقى سعناس على الفراش وعلامات الإرهاق على وجهه لأنها كانت طاحت غيبة مع ذلك الانفعل ودير الله مهدئ ودير الله السيروم حال سحالة حكي بقي سيبنيتي تلبسات عندها مريم عينها دام وصوصة يرشف لماذا تهروف حساس باهيرا هكا بيتها لأشعر إلا ما سمعت إش كلام يا بنتي بعد شي غيطوال غيوليكسر غيوصل لجدك غير رجال ديال العائلة شهقاس مريم عالي هشال هاتش كله نهذا سباهيرا في حسر هاتش بعيد على الله وعلى شرع الله للأسف كانت شي ناس لي كيخليوا الأحكام والأعرف والعادة يلي تحكم فيهم حتى لو كانت كتخالف شرع الله مريم تأثر أنا مبغيتش شي واحد من عائلتي دولة يوقع ليش حاجات قال لا لقيتهم تسمعت لها باهيرا ايو غتسمعت شي لغنقول لك عنها بنتي خليك متأكدة أني مستحيل نضرك أبدا تيرك مرات الغالي ولد الغالي يعني بلاصك في قلبي من الداخل مريم تسمعت مريم عنقضك من زواجك من جامل ولدخويا حتى تعرف أول لشي باقي باقي نتاقب منك وذلك لكي تخلصي الورطة اللي كانت حال هذا والمشكلة اللي كان بالعائل لازم بعد نشحل من غير أنك مريم شنو زوجي مراد ولدخويا شفص فاهم مريم وعينات وسع والدهشة خماجد ايه لا مستحيل قالت باهيرا سمعي كلامي ولا تكون هكا عنيدة هذا هو الحل الذي سيخرجك من الورطة ديارك وبعد هذه الساعة أنا سأحل الموضوع لزواجك منه ولكن حسن تسألي هذه المشكلة اللي اللولى هي اما هكا يا اما حتى النائم يصح جامال وغادي تكسب كتابك علي شافت فهي مريم بحيرة وألم ولكن شوف ما حل الزواج سأفعله الحل الوحيد لها الورطة هي الزواج ستسوجي وستسافري مع المدينة بعيدة لن مريم رجئ لاني وستخدم المشكلة وستخدم ولكن يقيم حافظة للسر وستعود تعجل شي واحد وخا ترجع لك سمع يا بنيسي مريم 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 صعوبة وكتفكر وحيرة حسب الطعف والوهن ما مرض خيالت في حياة الناس وقع سبب المهاد اللي في دمها كيسري كان سمع الوحيد اللي بغى وترجع للحياة الطبيعية الهادية ساكنة بلا مشاكل بلا دم وبلا كرة وحقد ودغينة حساق تلهاب يا رب حالان هاش قلت يا بنيسي ستجري تكفيدي ونقضك وتنقضي انت العائلة ولا نخليهم يديرو في كل مريم عيني عدام واضطق فيك لا خيال لم اكن أعرفك من قبل لكن كافين انك تكون عمس ماجد لك انتق واخا منيسي مريم لم اضع لي عمسك اخذ 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 باهيرا وطلبت من مراد انه يمشي ويجيب العظون مراد بحنق واخا عمسك ولكن هذه الزربة هذه باهيرا بصرامة فتح نحل المشكل بأسرع وقت يلا بركة الدم اللي سلسل دابا مش هموراد خارج من المستشفى وعينين باهيرة سابعة وكاد سمسم في خفوز كل شي سلافودين ولازم ترضي الجميلة والدي دست ساعة جل العدول مع موراد وفمش هذا غريب عاجب أحد زوايا المستشفى بدأت مراسم الزواج بدأت المعدون بدأ يلقاني الكلمات دير العبد الرحمن وموراد واللي انسهات بموراد هو يقول بحلق وضيق شديد قبل تزواجها عاد نهادس بهيرة براحة مشات الغرفة سمريم قربت من فراشة صافة بنيتي تكتب الكتاب حساس مريم بالألم في قلبها وروحها ورغبا هنا تسال وضموها حسنت قد جداتها البهيرة صافة درتوا اللي بغيتوا خذتوا بنسي لولدكم مستحين درها انتش حم حاجة معرفة هاش تلفست عود لمريم يلا بنيتي شدي فراسك باش تسافرين لمدينة يلا تكتب عنين من المشاكين اللي هنا لا تصديري من مراد والدخويره راجل ودي عرفي حافظ عليك الحل الوقت اللي نجيلك فيه قربت من ودنيها وهمسات ولكن الوقت اللي غنجيلك فيه ما تجيب دي لتشي واحد الموضوع دي الماجي خليه بيناتنا ما نقصي المشاكين الأخرين مثلها مريم براسة في صمت هيك تحسب الأرهاق الوهن حتى قلت باهيرة يلا أنا خليك ابنيتي ترساحي خجرات خرجات باهيرة من الغرفة وقربت من مراد اللي كان واقفها لا مطل الغضب والضيق على وشو سمعني يا والدي مزيان أول ما ستقدر تنوت و ستقف علاج لها سأعطيها نيشان تاني شلطر المدينة و أنا سأجي نتبعكم سأقعد شيء أمور هنا وسأجي نتبعكم وما لها مراد براسة بصمت وكملات حضرتها هذا الشيء اللي قاعدت ساعد يعرفون لم يكن أخوزاتك بدك يشوفها مراد بصخرية ماذا سأقول لهم؟ حب من أول نظرة لا تستطيع أن تراجعوا لقائرة كيف سأقول لهم؟ كيف سأقول لهم؟ لا من الفوق لا تستطيع أن تحمل سفراقها سأجيبها سأجيبها في الضيق بهيرة بحيطة قولي لا تريد أن تتعلم أن هذه الزواج لها هناك مشاكل لا تريد أن تصويد العيشة لها سمعني؟ من جسدكم نرى حل هذه المشكلة وكملات بحظم نحن نعرف بحظم بين عينيك البنت رادري وشا وضريفة ومعندها سحد اها يسيما امانة عندك امانة فارقبتك حافظة لا يحسن رجع عندك مراد بنافعة صبر الله يسهل عن سي وخامحة لا ترى قدامي لا أعرف كيف سأتحمل سأدخل الداري وكيف سأقوم بحيطة مع ماما وخوه لا تفهمتش بهيرة لا تظلمها قبل ما تريد تظلمها خرج الطبيب يطمنهم على حال سعوثمان ولكن كان مازل خسود دمني انه نزف بالساف سولوا السباعي على الفاصيلة دياله قلوا الطبيب بنيكاسيف حسن تقوم وراد بسرعة نفس الفاصيلة ديالي تلفت لي الطبيب تفضل معانا باش ناخده منك عينا نحلوها بعدها أربس عبدالرحمن عليك سف مراد الله يبارك فيك أولادي جاء نهار جديد دخل عبدالرحمن للغرفة ديالحفيدة في المستشفى باش يطمئن عليها جاء قلس حداها يبقى زياب نسي الحمدولي الله قلس حداها وخرج من هنا أجيب واحد الورقة حلق دم عينها وأشرب سبعه البلاسة اللي بغاها تسقرها هذه شهادة ديال وفاة ديال رجلك اللول مكسوب هنا سميزق ما يجيد خيري الهواري مش كتي عارفة انه من عائلة الهواري اللي بينه وبينها مشاكل وزاز ماريا مراسة فيه بالنفي لا مكتش عارفة سجيت له هنا طبع عبدالرحمن الورقة قال بحزم عندك تجيبها تسيرتها تدرى شيء واحد أنك تسم زوجة ماجد خصوصا الموراد عندك تسقولها لي نهائيا لأنني ما عارفة ما هو غير اللي بواه و ما هو مفاهمه ما بغيسوا شيء اهدي كبنسي قالت ماريا باستغرب ما فهمتش هلش هي قانيني إلا عرف أني مرأة ماجد هلشت الأسرار كاملة هلشت واحد ما بغي يجيب سيرة ماجد هنا بحلة انه ما كاينش هلشتش كامل قال عبد الرحمن بحزم كي مزفت الحواج ما عارفهاش ما ذنبك الله يرحمه ما قال لك شاليا فمن الأحسن قي ساكسا أهم حاجة ما تجيب سيرة لراجلك أني كتسي مرزخوه أو أني كتعرفي بلزخوه سكت شوية وعود نطق باهرة عارفة ياك ما تبرع صبقه عارفة و هي تي قتلي من قلت أحد ساكسا ساكسا عبد الرحمن كتس مأكد أني عارفة تكشي على الزوجات كالمراد ماشي الجامال قرب منها و دار يدعنا درها و شفعينها و قلب صرامة الحاجة الوحيدة اللي بغيتك تعرفها وتكون يمتأكدة منها أن أبوك كان رجل مزيان كان سيد الرجال كان كيعارب منه مبي الله مهما سماسي بلا ما تسيقليك الهضرة سماسيني ساكسا عبد الرحمن و عدد نطق فينها يظهرها متماجد شو بغزل عيشة؟ مريم بقاسة عيشة فطر المسنين حالة الصعية صعبة بالساف ما كتهدرش و ما كتتحركش صدمة دي الموت ماجد اللي رحمه كانت شديدة عليها بالساف خاصة بعدها وفاة بابا و مع موختي قدرت تحمل هادشي و ولا تفعيشها بوحتها عبد الرحمن بقاسة تعد دباس بالساف و الضلمات ليش فاوي ربا يبرد نارها عدد نطقة و شارد يا ترى باهيرا شنا و يديري و ما تكتشفيه المصور ولا تتخلي كل حاجة بحلهاك شافت في مريم الصغرى بحثت بانه كينش يحويش بزيت خافين عنها صمت بينه وبين نفسه انها ترشف هذيك الاسرار ولكن بلا ما تفضح امرها كيف ما امر عبد الرحمن و باهيرا و هيكا تسائل هميش يحضرها كلهم من اخبار مراد من اخبار مراد انها كانت كتعرف خور يا ترى وشو عارف فعلا انه عنده اخو لله و اذا كان عارف فعلاش ما اطلقاش مع ماجد مالي كان اسمها ماجد نفسه عمر و مخبرا انه عنده اخ يسارة هل كان ماجد عارف اخفى عليها هو بحاله بحاله ما كانش عاربي اللي عنده اخوه كانوا جمعين كامل في الغرفة مع جامال حسن انطق جامال شدوا اللي يضربني ولا ما زال كنا هدا سموه في حسرة اللا وليدي ما زال البوليسكي حقو انطق جامال بتاهاكم فهذا شي محتاج تحقيق باين اللي يضربني واحد من عائلة الصمري مش يبعد يكون عثمان حسن تقاتبه يا رب حيث شنو الدالين اللا هدرتك و لا كتر من الناس هكاقب الباطل فهذا سمو جامال بخمس و انطق يديرو اللي يديرو المو يمغين تزوج بنتهم شافوا كلهم في بعض وشافوا في موراد اللي كانوا قبل ما يظهر اي شي حاجة او مش هو حتى قال سمو عوليدي صافي موضوع راح تحلم قال جامال بدهشة موضوع هذا اللي يتحل السباعي صافيه ولدي بنت عائلة الصمري تكتب كتابها تزوجات جامال بحدة كيف تكتب كتابه على من السباعي هو كيشير الموراد على ولد عمك شاف جامال في موراد بغضب ليش درسيها كولد عمي عارف اني كتب عند زوجها شافيه موراد بحنق وش انا ما طيقش تنسم اسميته اصلا موضوع صافيه انا مستعد مطلقه ونتهنه منا وذيك ساعة قربت باهيره من فراش جامال امرت كل شي باش يخرجوا باش هدريه ايه ايه بجذرهم الراس في الراس خرجوا كل شي حتى قربت منه انا عارفة بزيان عليش درتيها كولد اخويا سكت جامال ما جاوبهاش كملت هي هدرته ايه كتشوفي انت بغيت تنساقم من خيري ولي عارفتي انه مات بغيتي كنت تنساقم منه وكتعرفك تقلب كل محمق انا اي معلومة على اولاد وانا متأكد ان شي حد من العائلة السمري كيجيبلك المعلومات عليهم كتي عارفة ان عبد الرحمن يقلب على اولاد وولده كتي كتسني بان ولد ديك ساعة تتخوله لعائلات المنفروتي ولكن تحسرتي بني عرفتي اني عنده بنت واحدة وفكرتي في طريقة باش تنساقم طريقة ترد بهذا كش اللي وقع اسمعين وقدرتها ككل ديك المنت وردتها وخليتي عائلة السمري وما اللي ترزجوك تزوجها وانت ما بغي من نوال وبغي غاد نتقم من خيري فيها ياك ودخويا بقى جامل ساكت كتشوف في باية ربحتي قال ما كتش عارفة انه فكتلغي الكامل وتلحقه ذلك القره انت الداخل ديلك حل ودك الكحول اللي في قلبك غاجب ده غد امار وغايد ضيع الوقت ديلك هاكي غد ضيعي حياتك في تخربك النار والعافية والدم هاكي يجيب على الخارب شنو دمتك البنت المسكينة اللي درتي لها كاكينة تعانتها فش عارفها من بعد ما تلوم غراسك لان انتقام دي الله كبير ودعوات المظلم وستجابة خاف من المقر دي الله خاف انت مازال محتاج للعلاج بس باش تقدر توقف علرجلك من جديد وعلم الله وعلم الله واش غدت نقف ولله لكن لا تحتاج الله وحدك كيف تدعي الله انه يشافيك وكيف تدعي الله يشافيك انت اضعلم كيف اش بغتير بيستجاب لكم انشيك من اللي لما كنت اضعلم البنت كنت ادعي لك من الليل ونهار كان نكررها لك اولدي دحوات المظلم مستجابة مكيش بينها وبين الله حجاب هذه اللي بنت ضعيفة مكسورة هي تيما سلحة هو الدعا دي الله سلح الدعا هو مئة مرة من البندقية ولا من السلح الاخر سلح فتاكة ولدي خاف منه قالت وخرجت خلعت وواه عكا كيشوف فيها وشيرت جمعة جدات مريم لأحواجة وهي كاتبكي ما كانوش مستعديني في أرقوها كانو فرحاني بيها بيناتو حتى جد هاد دموع فعينية وها بنيتي ما بغيتش نتحرم منك ان شاء الله ستجدني احدك ديما عارفي ان عندك اائلة وعزبة سيكون جنبك دائما ودارنا ديما في سحالك في أي وقت تساقطوا دموع حسائية وهي هاكا كيف مسعلقات بحويج المرأة الأولى اما ناهد بغنت صح ما قم لي قال لها موراد الخبر دي السواج دياله وغفت التليفون بغنت تخليها على الراس كانت تقول لي كيف تزوجتي بقى بلا مسكولة لي مدام عجباتك تقول لي ونحضره لك ونحضر زواجك كيف مكسيكا ما كان عنده مبريرات فقط يقول لها صافة يا ماما صافة اليوم سيرجع ان شاء الله ناهد بدهشة كيف كنت تومة انا وهي كيف هاش نتا وهي عمتك لا لا عمسي ما زلغ سبقى هنا شوية ناهدت ناهد كيف هاش ما فهمتش كنت بغاك تزوج اه لكن ماشي بها الطريقة هادية والدي ماشي هاكا كسبغي نحضر لي كون زوجك بيدي سكسات شوية قالت سكت تستفهم فيه درسوا العقدة والديك بقى مدخلتي شبهة ورد بعصبية وماما صافرة راجع معي ناهد بغضب اه ومزيان راجع معك مش كتح مقنية موراد كيفاش ما فهمتشانا انا ماشي زوجها كبليل لونهارة كيفاش هائل تردوا بهت زوجها هذا مش مخبه ليش حاجة موراد بنافذ صبر ممخبه لكتا حاجة ومن بعد الوليدة صافرة عائلتي وعائلتي عارفين بعضهم مزيان يعني الموضوع مشيش حاجة غريبة هاتي غلت جي وغلت يتعرفيها صافي انا جاي اليوم بالليل وغلت يديكسار نهضرب راحتنا قالت ويكا تحاول تخفي الضيق ديالا وخام وراد انا كنت سندك نتاع عروسك اعرفشش نقول لك مبروكة والدي او لا يوم لي انت مرتاح وهاني انا سنكون مرتاحة وهاني انا هذا وقال لا الله يبارك فيك امام لهالمكالما هو كي يسفر الضيق كينك يحسب الغطب هذا المأذق هذا اللي قرنسوا نفسه فيه وازواج اللي رافضوا عقله تماما اماما قالت انا هذه اللي بنات بغي يحماق بالفضل كيفاش اماما وشك اشنو هدرا هادي اماما تزوجوا احنا شنو لازم جيد ان احنا في حياس ويك احنا هائلته كيفاش واحد يسافر يومين وفجأة يتتاصل بعيده في التليفون يقول لهم رأينا تزوج شو رجع له عروسي اعيد بحزم انا ما بغش مشاكل صافي هو مرساح مزيان مرادنا ماشي بقي صغير هو ادرب مصلحه اهم حاجه انه يكون يكون مزيان مرسح مها وصافي انا ركز بغن موت نشوفه مزوج وصاره باستغرام ماشي غريبة انه مراد يغير رأي ديالوهات السرعة ويقرر يتزوج وفي البلاد يصاره يكون هادي اهيد صافي اصلا قبل ليسافر اما انا راكزة ان وافق ان ينقل البلاي العروسة يكون شافه واجباته نعمين بساهم تفهمني انه مشاول البلاد وشافوا هادي باستابر المكان في الشارع واجباته واصباحه ومشا تقدمني وزوج هادش كل في يومين اعيد ابن فهذا الصبر مراد قال لي انه لعرفو العائلة سين لمما يمكن عمو العمته باهيره اختارتها ليوصافي ويكون هاكا اتش الى كان نعمين ماما لا يوجد شيء مقصنع بي او لعاكة تقولي موراد شاف وحده عجباته و الزوجة قاعدت شدغية وانش عارفة موراد كدير وصعيب ماشي ايه بنسكت عزبه كيف شرك عارفة بعد زوج دياله اللوول صعيب علي انه يشوف وحدها كويت زوجها بلا ما كيعرفه ناهيد بنفاة الصبر وصعف اللي وقع وقع حياته وحور فيها وحسن تقاس منيرمين ويقات تفكر واش كد منه غي عيشة معانا وغاية ديال ضرب وحدها شافت منيرمين وناهيد في حيرة وناهيد ما اعرفش ما اعطلنا شفت النقطة نيرمين كنتظنش ان موراد يقدر يخلينا عايشين بوحدنا من غير الراجل وعاد الفيلا كبيرة وناهيد وصعفي من هذا الهدر عاد شي كله سابق اللوكس هتيجيو ان نفهمه شنو حتى وقفت نيرمين ماما انا الخارجة بغنشري شي حاجة لبس ناهيد شناية تصنيتي يجي موراد حسن نيرمين وصعفي ماما انا ماشي بقى صغيرة ماما انا ماما انا ماما ونظر في المناخد شي حاجة ونظر في ناهيد اترجعتها نيرمين ومن بعد خلاسها لان نيرمين بعد إلحاح هذا الكسيد اللي كانت تصل به ارجعت وطلقعته المرة الأولى وهذه المرة الثانية كانت باهيرة وقته مع موراد كانت تودعه ارد بالك معها احسن بها وصعفي امتي يلا مسلامة كوني هانية عنقها وكيودعها وسلمها لسباعي يلا امي ندخل نشوفك في ساعة الخير سباعي ترق سلامة ولدي عب شبيع لك وانت سايق الله معك كيف موراد في سيارت وغادي البيس عبد الرحمن البيس عبد الرحمن مريم كاسودع جدها وجدسها وصابح بايون داميها دقائق سوقف موراد في سيارت وقدم باب كيف مرحبه أهلا يا أولدي تفضل تفضل سلم علي موراد بقتداب لا معلي شراها الوقت مع الضلم اخوة يلا انا نعيط المريم وقف موراد قدام الباب وكاك بسيارت وكايت سنها ادخل عبد الرحمن ووز الحقيبة مع مريم يالله بنت يا رجلك برا حساس مريم بلقي التراب والأهلم ومن ذاك الفترة رفرت يلتتتوتر بس لجداتها راسة ويديها انا هيتليكو مجداتي واخا ان شاء الله بآخرها بوقت نجي نشوفك ان شاء الله بآخرها بوقت نجي نشوفك جداتها بقى عين دامية الله ينورك طريقك بنيتك ويباعد عليك ولد الحرام يالله اسلامها الغالية خرجات مريم غاده مورى جداتها كلفستات الموراد اللي يخذ الحقيبة منيد عبدالرحمن يلا يديرها اللور في الشنطة ديها السيارة شافعا في مريم تصمر بلاسق وكيشوف فيها هربات من عينيه ونظرات كتشوف في يديها شد العقي الحقيبة تعرف على مراد مجرد أن شافها هي نفس البنت اللي شافها قدام المركز الصحي واللي كانت كتشوف فيه بإمعان ده الحقيبة في السيارة وتلفت المريم وهي كتتودع في جدها وجداتها يلا يا بنيتي مسلامة خبطي بالك على رأسك لا تحتاج أي شيء تصليبية رقم ديري عندك دخلت مريم في السيارة هذا مراد وكانت حسابت توتر ما رأي حساس به من القبل حساس بحلة عائزة لأنها تنفس من فرطتك توتر وهي قاس أحدها كانت تتخذ نفس سيارة بصعوبة منطلق مراد في سيارته مع مريم في طريقه لمدينة سات الصمس بناتهم أكثر من ساعة تتوحد متكلهم خسلت مريم من نظر المراد قلت في نفسها يا الله شعلك يشبه لي بحلة كنشوف ماجد قدام عينية بحلة كهوانيت ومورد شهرد كينتابها فجأة الوجود دي لحظة تلفت شفاديك النظرة خاطفة ورجع كيشف قدام ومرة أخرى حساس تتكلم فجأة بحزن ماما وخوتي ما عرفينش بتفاصيل ديال الزواج ديالنا ولا بالمشاكيل اللي وقعوا غنفهمون ان الزواج ديالنا طابعي يعني ما بغيت توحد فيهم يعرف الحقيقة الوضع قالت مريم يحسب بعد الراحة انت عيش مع مامك وخوتياتك شف فيها وقال باقتضاب بدتك تفكر يترى خوتياته ما فقط خوتياته هو ولا حتى ما جدته تصولاته قدش هما جابه باقتضاب زوج ابنات تاسمت في نفسها وصولاته عود باستيمان أخوتك من نفس الأم والأب شف فيها بده هشل السؤال وقال بحده شف السؤال هذا حسنت بالحارج وسمت بنات بخفوت اسمح لي شف مرض قدمه بده بحلك يجاهد باش يتحكم في أعصابه حسن انتق بقسوة ما بغيتك تختار طبيعا ونصدري معهم بزاف طول هاد الفترة اللي غا تكوني معانا فيها هما رأى ابنات محترامين ومربين مزيان ما بغيتشي واحد يأثر عليهم حسنت بالإهانة بوغس ديها دمها في عينها ولكن تمالكت نفسها بسرحة آخر حاجة بغا هي الناس بكيقدم هذا الرجل القاسي شف فيها مراد نظرة بورود رجلك بش حل بش توفى شافت فيها بدهشة منين عرفت جابة بسخرية أكيد عرفت في العقد مني جدك حتى حتى الشهادة ديال الوفاة ديال رجلك للعدول سكيت شبية ورجعها سوى لبورود عليش حل مات حسنت بالحق لأنه كيدخلف خصوصياتها جابته بضيق عام قد حاك بسخرية عام عام ونسيت يا ضغياء بدتي كتتتقلب على وحده آخر من غيره عاود حسنت بالمهانة مرة أخرى وسلوبه الكلام غير محسنة جمعات سنانة هاكا تغزز عليهم وكتقدم في الغاية ديالها وكمل مراد بنبره مساها كما أكثر ومالقتيش من غير البلاد وانسي يصدقتي مصيداني في الزواج ماذا جاوباتوش نهائيا كتشوف فيه مساها كسا هادئة ما ظهرتش حسان فعال من فعالات الداخلية دكشي زد عصبو كسر كيشوفها ما تجاوبتش معاه حسن كمالكلام وبنبره ساخرة قاسية دبا عاد عرص على شكسي كتشوف فيه ومركزها معي قدام المركز الصحي خفق قلب مريم تلفستك تشوف فيه تلقاس عيونه بزوج حسن سبعيني بحال عيني السقر مصوه بانتجاهها ورجع قلب وقاحا وبينا أن جامل ما كانش كافيك هادك شي لي قالوا فاق القدرة دياله الحسيمة حسن تقص بألم وقف وقف كان كلق وقف وشف فيها موراد بورود بلا ما يمسس للطلب ديالها صحات مريم باب السيارة وبدأت كتغوز إلا موقف سيش غادي نهبط منها وهياء ويا غادة غادي نقص ويبدأ يشوف فيها موراد بغضب صدي الباب وبركة من التصدير قالت بإسراء كان قل لك وقف دهبة يما غنزل منه ويا غادة اضغط مورادة لها الفرع لها تسبب بسرعة حسن تسمع الدكزيت وقفت السيارة خرجها سمريم بسرعة وقفت تجاه العكسي في طريقة بحلها غادة نجعل البلاد مرة أخرى يشوفها موراد من المرايا بغضب انطلق بسيارته في طريقة مرة أخرى مش هسمرين بغضب بسرعة بسرعة غضبانة طلع لها الدم كان غضبها عامي على تفكير ما عرفش حسائل فين غادة فين غادة فين غادة في هادلين الليبان بخكي بعنواله من غادة شي نجوم بعاد ويهوحيدة في الطريق الصحراوي اللي كاتسمع فيه من بعيد ذلك الهوائد يلتقاب وليكن بغش دير بالفادشي نهائيا غادة 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 عدة أمصار وفجأة كتلقى سيارة جاية من اللور كتقطع لها الطريق باش توقف قدامها تلفزت كتشوف نظراتها بنظرات موراد اللي زاد الغضب دياله على الغضب مخصمت بناسهم بفتلة حسنطق موراد باللهجة آميرة بلا ما يشوفها ركبي قسوة قفى مدة ويفحير في الأمرها رجح قلب نفس الصوت بأكثر قسوة قلت لك ركبي تنهدت مريم بعمق تلفزت حول السيارة ورجعت تقلص في نفس المقعد عود دي مرة اللوتو وغادي في تجاه المدينة مرة أخرى الصمت مريم كانت تنفس بصورها وقلبها كيخفق بالطراب حسنطق موراد بصورها مبلون ما يشوفها عندك سعودها مرة أخرى ما جاوباتوش وأصلا مكاشك يتسنى من الرد كمل طريقه بصمت صافي مبقاشك يقول لها تكلمة وهي نفس الشيء ولا حتى ندرها ساعات مشات في السيارة عبر سائرة موراد كانت وصلت قدم بوابة دي الفيلا شافت مريم كانت شوف الفيلا والحديقة في دلمت الليل قرجت تليفون ديالو تصلت بجدها علماتو بيلارا وصلت باخير أطلب منه أن تقطب من علياه مرة مرة ولا حتشت أي حاجة تصل به نزل موراد من السيارة خاس الحاقبة ديال مريم والحاقبة ديالو مدهس مريم الدهب لقد أخذها منه ولكنه لم يتوقع ثم سيطالع في الدراج لا يحتاج أن يخرج المفاتيح بم حلول قدامهم مجرد ما تسمعت صوت سيارة كانت ماما فتحة الباب تلعث مريم الدرجة لولا مورا ثانيا وهي تحس بتواتر بالغ بحدك عابير السبيل اللي تلف طريق ديالو عن قاسو الأم ديالو الحمد لله على سلام تكاول دي تحطت وحلاش موراد بصوت موسعب وسحطننا مولو موراد طريق طويلة شفت ناهد وراها كنتشوف مريم اللي واقفة قدم بباب وبساسمت لي أهلا بك تفضلي مبروك ومات مريم براسو وقالت بسوات تربالي أهلا أهلا بك أشرت ناهد بيديها تفضلي دخلي دخلت مريم ويا كتحس باللطراب قفت حدها ويا معرفة شنو تدير شنو تقول يا كتتصفحها ساناهد من الفوق ورسمت بشسام عشر الأمورات بتيجا هدك السلن الداخلي تفضلي طلعي طلعها سمريم معاوية واثقة كل الثقة أنه ما يبقاش إلا لحظات صافي وغادي ستفقد الوعي دياله من فرد سامطر كانت في موقف لا تحسدوا عليه ومزوجة من الراجل ما بغيهاش وما بغيهاش ما كيطيقوش ما كيطيقهاش ومورغم على أنها تبقى معاه في الغرفة دياله وهذا شي كثار من من ذلك تقدر تحمله ومن الفوق تسمت الضور العروس الجديدة السعيدة قدمه واخوته وصح مورد باب الغرفة وصبقها داخل قفت قدام باب تلفت لها وانطق بنفاد صبر تخلوه سنتي الباب ماما ستكون طالع سي يلبي سدابا تخلت مريم وصدت الباب تفحص الغرفة بنظرة سريحة كانت تسم الطبع الدكوري ما فيه تسلم سو انتوية حصلت بالحرج كانت تحس بحناكا حمار وبهذاك الخاجل قفت قدام باب مسدود شد الحق بذيها لها بتصور جام وراد تحط الحقائب حدد هذك البلاكار وتلفت لها كيشوف في القلب صخرية لاني يشوف كاكا يقول اول مرة كنت تدخل لبيت شي راجل حساس من الخاجل والحلق الشديد ما كتفاش بدل هدراتي وكلامه كله صخرية والسيادة وكله مجارح قرر منها كيشوف فعبتا هاكم من قلب وقاحا اه سيت سيكت ازالك الدور لي الله كيتبنوه جداد وزيس مري مراسافي وشاف سيبسارات شراصة بحدي القطة البري اللي بغى تهجم على الفريسة ديالة تلتاهمها قالت بغايت باركة باركة من الإهانة ديالك ما غديش نسمحلك سيني مرأ أكثر من هاكا مراد بعنف سيني نفسك واحدة بحيالك لا دين لا أخلاق المفروض هي اللي تخجل من الراسة بشي تهكك تجاوبها بدل قصوحية الوجهة قالت بحيد الدوية كتشوف فيها بغايت أنا مدرت مدرت شي حاجة غالت لينحشم منها اللي المفروض يحشم هو نفسه ولد عمك غير محصرام وربي رخ دال يحقي منها رأي مني يحضر في المستشفى لأن دعوات المظلوم وسهجها بأوند عمك وضلمني وطيحة لي الباطل شف فيها مراد بشك ويسمع الكلام وكملات كلام بحزم وصالع إذا عدت ذكرت سيارتي هكا على سانك بهالطريقة وكاسم الشرف يتأكد لك ساعة ندعي لك كما دعيت عليه هو هي بالضبط سكت مراد ويشوف بحيولك يتفحصها بورود حاجة الوحيدة اللي بغية منك انك سبقي بعيد عليها جاوبة بعنف شكو لك أنا بغ نقرر منك اصلا انا مجبارة على هذا الزواج هذا كيف مجبارة عليها بالضبط شف اها شوية وعد تتوجه الفراشو خداوس هذا وغط ولاحم لفوق الفوت يسمى وشف بورود قاد ناسي هنا حساس بالإيهانة آخر ما كان سبغاء وعنات ناس حدا ولكن هذه الإشارة منه بدك الطريقة خلاصة تحسب المهانة حساس كمال كلامه كيف ما فهمتك ما بغي لاماما لأخوتي يعرفوا شي حاجة على الوضع دينا حساس جي عمسي وذلك ساعة ستحلد المصيبة هذه سكساس ثم غادي خارج من الغرفة كان حمام فاد البيض وكان وحد أخر يلا مثل حواجك حيث ما ما أكيد سيطلع دابع قال وخرج سد الباب مورا لم يشوف فيها اصدناها مريم بأسا وشد كل آريكا وقلسس على هي شاذة وعلامات الحزن على وجهها قد شوف في ساعتها لم يبقى بالساعة بقى نص ساعة ويؤدي الفجر سندات الظهرة وقلسس سندنا المهاد يلصلا سيطلع يلقى يلقى ماما يلا يطلع واذا يجعله رسكو نازل قال ابن فاد صبر بغي أن ناخد شيئا من طون ويجعله وقلس مانستيش ويجعله بعيتاب واذا يجعله البنت ستناسب حده من بلعشة في الليلة 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 وما ما تقول علينا وما مورد براسل قال تناهيد ويجعله قلت أمينة ستطلع لكم البيت يلا نريد نطم الهلاق من المناز نخرج موراد مباشرة للوطو قلس قدام فولو كيف يصفر بضيق كيف يشوف هذه الشرفة الليلة محسلة غرفة أصبحت محسلة من الإنسان لم يحملها عجر تلقى تناهيد الباب الغرفة ماريام تزاوت صور محسلة ماريام محسلة ماريام صعوبة للا ما زال رأيت حواجة لم أبدأ حواجك ماريام محسلة ماريام محسلة ماريام انا ناهد انا موسمورة طبعا وصار ونرمين كانوا بغين يشوفك ولكن سباح ان شاء الله ومس ماريام محسلة محسلة قبل ما تخرج امينة محسلة تنظر محسلة 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 ماريام وحضرتك من أهل الخير سنتت الباب ورجعت بالأريكا قد الفجر نارت توجهات الحمام وتفضعت حسنها لم تنفس لانه ما نعهد أحسنت بالضيق وحنق لذا تظن انه مراد لبسات الحجاب لكي لا تخفي حلات مرار بسيطة محسلة طيبة تسميت لها بشاشة ويدخل الغرفة اعلان وسهلا بالغالية مرات 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 المرات تقدم أن تذهب ودخد السوء مرات سنلت مرات ودخل في القناة ودخل تقدر عنه مرات المرات وينتقم مرات النظر قد رجع له القناة كالعادة ارفع نظر الشرفة و الغرفة بل يضعه مازال شعال اصفر بضيق و حنق دق الباب عدة طريقات يلا بغت افتحه حتى اعود لبط شديد ادخل بدك يشوف ديك الماكلة اللي مازال لما بسعتهاش بشار الشرفة ديال الغرفة كانت مريم حسب الارهاق و لكن حشمت من ان هات ناس قدام اعيون هات رجل الغريب سندت راسه على درع الاهريكا قسكت قاوم ناس حتى غلبها قف مراد في الشرفة و يحس بالغضب و الضيق كانت الزواج و اخر حاجة بغية خاصة بهالطريقة زواج ينقاد موقف زواج من المنز بيدة كل البعدة لطبعه و اخلاقه اكثر ما حاجة حساسه بالضيق و انه مضطر انه يشاركه نفس البيض بيضه عالمه الخاص اللي يحس فيه بالراحة والسكينة بعيدة الاعيون الناس هذا المكان الوحيد اللي يظهر فيه عجزه ويعاقصه لانه مفرده يطلع ليه كيشوفوا حد كيشوفوا حد بديك النظرات الشافقة بالصغرية و دابا قدام و دابا شخص كامل قدام الناس لا فرق منه و بين اي رجل غيره كيسير كيتحرك طريقة طبيعية و لكن بينه بين نفسه كيشور بالنقص بالإهاقة و داك الفراغ في القدم اليوم كيخليزا حد ابدا مهما يشوفه بتنسق سناهية وبتسأكيد اخر حاجة بغية و انه يظهر اعاقته امام هذه البنت الغريبة اللي كيتشاركو الغرفة و رغمان عنه حقدان يلتو على احد المقاعد في الشرفة حتى بالنور ديال الصباح فاق مراد على التوتين الشمس اللي قرب ليه لوجه و تكيز قاد كان يحسب الألم في ظهره ندخل الغرفة كتبالي مريم الناس بحويجة كاملينة لديك الأريكا قدام الحويجو و دخل الحمام فقط هي على صوت دوش قناة تسم في زوعة كتشوفي فين هي عادة كتذكر ناعدات بقاسة و شات الحقيبة اللي كان حتى مراد البارح دا دا كل البلاكار حي دا تحويج جميلاتهم اللي بغت لبس خرج مراد هو بأبها حلة طلقات نظراتهم في صمت و توجه الباب الغرفة فتحها و خرج تحت قبلاته صارة بسيسامة الحمدلله على السلامة ألف مبروك نيرمين بروك أخويا جابهم باقتدار ضايبرك فيكم ناهد حم تاسمة في العروسة شمية و ستنزل تاسمة تناهد توقعز أنك عطل اليومة رجعت البارح مع عطلين علش فقسي بكاريه بقي الحال لا لا خسني داروين مش هديش خدمة تناهدت ناهد بدحشة شمية خدمة مراد رأي الله تزوجتي هدي يومين مراد بضيق شنقول العمالة راني الله تزوج هريسة جديد ناهد بضيق تخلي تخلي مراسك عروسك وتنزل الخدمة العرل ثاني مش حشوبة يلا عارفة طبيعة دي الخدمسي عبلا منشة غريبة لكنسية يلا مع السلامة زفراتنا هذة بضيق واستغراف تفكير حساس كلمات نارمين بصخرية أنا اللي كتكي حسابني غايت زوجي تبدل يلا يو الحمد لله طبعا اللي سألي دابع صغرب استغراف شحل غريب خويا ما بيش لي انه وقع فرحان ناهد بشورة يخوف يكون جوجة غريبة يسنم الكلام دياني عليها للزواج وهكي غيضلمها ويضلم معها عراس وحسا هو أنا غنطلع نشوفها تخرج اسم الحمام مريم كانت تسمع دقان في الباب حسد ودخلت عندها مريم فائقة قدت بصورها دارت للغطاء والوسادة فوق السري ضغيوا في ساحة الباب ترسمت لها ناهد صباح الخير مريم صباح النور شفت ناهد في الماكلة اللي لم يبساتها قالت لها بعيتها هلش مكليسي شابنتي ايه ما كانش فيها الشوع يلا بنتي نزلي يلا نزلي الفترة ومتلها مريم براسة وخرجت مورها مشتل الاسفل لم يكن يستقبلوها بشي سامة صار اهلا بك مريم ألف مبروغ نرمين تأيه وكتطلها من الفقل سحس مبروغها مريم ساس مات مريم ومات براسة وجرت جمعها للطاولة الطعام ومريم كتشوف البنات تحاول انها تشابه بينهم وبين ماجد حسن تقاتل ناهد معلش بكتزاكولي شا مريم تلفزات لها انا كن ناكلها خالصي ناهدت ناهد وكتشوف فيها وكتشوف بكتزاكولي شا مرحبا وكتشوف بكتزاكولي شا مريم في نفسها بسخرية وتلفزات لها لا لا بالعكس أنا مقدرة عارفة عنده الخدمة وتلفزات تصارا سهية بعينها في كباقلك كتشوف تسمع لها وكتشوف تصبح مريم بناداراتها تلفزات ناهد الليبنات وكتشوف تسمع لها تعود لها مريم بغافة مريم الرجل يريد المرأة الليبنات عاقله وكتشوف تصبح تصبح مرأة الليبنات وكتشوف تسكسوا وفي مرأة الشعر كانت غامس في الخدمة كان العادة لكي يبعد تصفكير من بنادارات الليبنة لا أعرف من بره أنك جيت لا أستطيع أن تقول لي سلم عليه موراد سمح لي يا طريق أرجح سنبال حتى الفجر أول ما فقط لنأتي للشركة قلت طريق قبلته قلت يومين سفر موراد بضيق تحيد القلم من يده مالك موراد نهاذ بضيق مصيبة طريق دخلت مصيبة مصيبة ديالش تزوج هذا يشوف فيه بدهشة تزوجتي موراد بعصمية ايه تزوج واحد الزواجة مع المباغ الله هذا يعود لها لا يعود لها تفاصيل غير يحواجها باختصار انك المشاكل بين عائلته وعائلته وكي يحكي يدرقوا الدم وقتل والتأر وهذا كان الحل واحد هو يتزوج بها وبالله كيتس النغائم ستجي عمته كيف وعدته ستحل هذه المشكلة وهو ما عنده استعداد نهائيا انه يستمر في هذا الزواج وبهذه الطريقة هذه هكذا يدروا حتى يدخل السامير كان يقلم على واحد المشكلة هي ان هذا الحامد اللي كان شركة ديالهم سرقق على الخدمة اللي كانوا دايرينها منها اللوغو ومنها اسم الشركة ومنها حسن الحملة الدهائية اللي كانوا دايرين ودخل نشرك مع الزوج من رجال اعمال وكينفد المشروع ديالهم حتى بدك يغوى الطريق بغدب موراد قال سحسا هو الشي اللي كان خاصنا سامير بينا غير تسعتنا الخدمة خصنا نعوده كل شي من السعره يعني خصنا شي اسبوعين ونبدأه موراد لطارق وقال له طارق سأصل بالشركة الدعية بدأ الخدمة من جديد وشوفنا تفاصل جديدة ونبلغوا اليوم طارق بيأس ديزاينار ديالنا ديال الحملة ديالنا مخسافية موراد بحدة كيف الشر مخسافية ما عارفين شفين كينا ساحبسة مقدرة سوصلها تليفون مقفول ما كددخلش لاميل الشركة قال سامير بسرعة شوفوا واحد اخر من غيرها موراد وطارق نفس الوقت لا مع اختلاف اسباب كل منهم شوف سامير ننطق علشله ده موراد كي يشرح لي الخدمة اللي اخسرقها لنا حامد كانت ممسازة وانا بغيت خدمة في نفس المستوى وحسن منها وما كيش ديزاينر من غيرها تقدر تطلع لي بحل ذاك الخدمة المضبوطة وفي هذا الوقت هذا اللي دارتها فيها بغيتها هي ساماما ولا حسن من غير انها هادشي كتدير الشغل دياله في وقت القياسي نحن محتاجين للوقت القياسي خير نشوف صالحنا طريق حسنو اكد عليك الموراد كانت مريم في الحادقة كتدور فيها حسنو سارة ممكن ان تقلس حداك رحبت بها وقلسوا كانت سؤال اولا بجموعة الاسئلة كي دوروا في مريم وبغيت تسويلهم منها انتم بتلاسخوت من نفس الأم والأب شافت فيها سارة باستغراب اه مريم بلهفة يعني اسميسك سارة خير الهواري ونيربين سهية سارة ويا ماذا لحسن بالدهشة اه حسنت بتزاقات تور ما بسدقاش انها غالثة مع اختي ماجد جزء منه اقرب الاشخاص في هالكول ايه عينها عمروا بالدموع بالرغم ان حسن شافت فيها سارة بدهشة مريم ملك اسبكي شافت فيها مريم بشوق بحل لك تشوف ماجد قدامه وقات فيها تحاول تحكم في بكاها وعلي غي حسن حسن ان شي نس تحشن بساس ما تصع بحزن كتقصد عائلتك قاتلها مريم ودماكي يطحوا من عينها عائلتي وكتر كتر من عائلتي جزء مني تحشن بساف حسن بحل وحتجن لهم دابة بساف حسن اني ضايع بلا بيوم كانت تقصد ماجد بكلامها هذا الشيلي في نفسها تقصد كلمات محبوسين في داخلها وبدأت كاتبكي وكي تعالى خلت صارك تفرر شيلي في الداخل من شحونات عاطفية حتى قربت منها يدعى لك سفا صافي سحن دابة عائلتك صافي انا ونير مين اخواتك صافي اعتبرين اخواتك سكساس مريم بكاكس حاول تحبس نموها وشافت صارة وقالت بحانه انتو ما كسر من اخواتي اصارة كسر بتسمت صارة يلا صافي لم تقصد كده اعتبرتين اخواتك تسمت مريم وكانت مسحد معها وكانت تشوف صارة بغش انها تتفرق من حدها كانت حاسة واحد ساعدة بالغوية وكانت تشوف فيها حتى تخصو ختمها جدا قلت مريم مع سارة وكانت نير مين سياجات حدا وكانوا كيسولوها بزفت الاسئلة منها على على اخوتها كيفش توفى وكرمت اصر القصة ديالها حسن انتقات نير مين ما قلتش لينا كيفش عارفتي موراد كيفش تزوج بهذه السرعة هذه بلعز مريم مريقة وشاف حساس بلأي التراب وانتقات بخفوت الهائلات بزوجهم كيعرفوا بعضهم ما ليرتبوت الزواج مريم نير مين بسخرية وكانت تشوف يعني مشتوش بعضكم ولا تعجبتو بعضكم قبل الزواج مريم برتباك لا تلقينا تلقينا شي مرات نير مين بشك شي مرات مرة مرة واحدة مرة واحدة ومن مرة عرفت ان موراد هو الفسد الاحلام ديالك وموراد عرف انك فسس احلامه شافت في انايد بعيتها نير مين مريم بساس مات نصيب لا يقدر لنا هكا شافت نير مين في التليفون الذي يطفى ويشال يطفى ويشال في صمت قاعدت بلحفة سمحوا لي ومشت الغرفة كالعادة ترد على حامد الذي يتصل بها ارجع مرات في الليل فيلا حل الباب يتلقى كاودنيم يسمعها صوت لحظات وسعالت الضحاكات من الغرفة ديالكلاسك ثم قاعدت بشوية كيشوف مريم وصارة قاسل الى الارض قدامه من لعبة ديال بوزي يحاولوا يجمعها كانوا من هامكين فيها ملاحظوش الدخول دياله قد تقال بصوت رخيم نساء الخير حسس مريم بالفازع مجرد انبليها قدامه حسسنا تتقافزها كاكواقفة كيشوفت الحجاب دياله اللي من يوحل الاريكا هاركا مدى سيديه لان سارة كانت تشوف كل لقطة كدوس باش متير شوكوك دياله وعلى الرغم من حتيشة ملابسة الا انها حسس بحلة بحلة حجاب دياله بحلة قلت سارة ويكاتت غالسة مازال فبلاسة ما سألنا الخوية مراد سارة في ماما ونيرمين ساسمت سارة ماما في الكوزينة ونيرمين في بيسا كالعادة مبراسو ثم غادي مجاهل مريم تماما حسس مريم بالتسوتر حسس قالت سارة إذا لا تريد ان تذهب لها مريم ورسمت بتسامة على شفيفة لا اكيد تبرا يبغى يبدل حواجه قلت سأعود حداها ولكن هاي الشعور والمرح تسالب مجرد ان شاف ثقامها وشام مراد البيتو دوش بتلحواجه كي يشوف الحقيب المريم لباقى احد البلاكار نزل بشي يلقى يطلقها مع الام دياله فطلقها في الاخر ديال الدرج تسمت لي مراد بس لها راسة شوية يلا اعجي يا اعجي اعجي مازل مزع شوية دخلوا البيت ديال قام مريم قاهر ساكيف ما كانت حتى صار ولكن هذا المرة درت الحجاب دياله حسنا تقاط ناهد حبيبا قلت لك ما كي شي راجل غريب هنا يغيح يديه راقال اللي يخدمينه لدخل راق عيالات مورد ما كي يخليسه راجل يدخل عندنا هنا حسنات مريم بتسواتر ورسمت بتسامة على شفيفة لانا لا احساس بالبرد ولبسه انا لن أجيب شي حاجه للبسها لنأهد نوضات الخادمة لن أجيبها لها شغل من غرفة ديالها جمت لها شغل دارته حسنا تقاط ولكن مازال في كل برد تسربت شي حاجه هكا تقيلة فاسمات مريم حساس من توافعينها بسبب هذيك المعاملة اللي هذيك الحنونة اللي فتاقدتها مش حال هذي من نهار ماتوا عائلتها ولكن مش حال دوزة ديال ليالي فراشة مريضة مقدرة حسنا تضمجي بكاز ديال من نفسها مش حال من ليالي دوزة مسهرانة هي كتحس بالألم فراسة لما تجرأ على انها تاخد القلي يجيب لها الدوء او لا تخرج بالليل بعد ذلك مريم عينها بسرعة حسنا لا يشوفوا دموها يجمعها في عينها يجمعها على مائزة الطعام قلص مراد على رأس الطاويلة و نهيد قبالته و نيرمين النايمين و صار عليه صاره تسمعها مريم لكي تقلص على نيرمين حسنا قلت ناهيد نيرمين لا تسمع نيرمين هكا كم عاجبة و قلصت مريم بلاصة حسنا مريم بالحرج و الضيقة انها قلص احد مراد للي ما كيعيرش ادنى انتي بها احتشفت صاره في مراد و اخيرا لقيت شي حد مضمن ديال بوزل بحالي ولكن مريم ما شاء الله اللي هاتبارك الله بغيك تقدم بساس مات مريم تلفت لها صاره اللي عارفة ان البوزل اللعباتي اللي ولدت صغر بساس مات مريم لا ولكن فيها شي درجة ديال الصعوبة لا تسلحش الاطفال مش كلهم ديال الاطفال و ما تنيرمين براسة بورود ورجعت كتكمل ماكلتها حسنا نطقة تناهد انا ما عنديش مع البوزل و لكن عارفت يا مريم شنو الهواية ديال المفضلة شابت تفهم تاسما شنو هي خالتي ناهد شطرانش عارفة ان لعبة ديالرجال و لكن انا رجلي الله يرحمه و اللي خلاني يكون مدمنة على مرد الله يسمح لي ديالما مشغول ما كيبغيشي لعبة معي والبنات ما كيعارفوش لها قالت مريم بمارح انا كن عارف لعتها انا كن حمق عليها ناهد بدهشة بالصح اه باب الله يرحمه ولا علماني يكس كن لعبة معا قالت ناهد مارح و هي كاتشوف مرد يو الصافي كاتش محتاجة كاسي مرد ايه جاة اللي غا تلعب معي شتخازش شافت مريم يلا صوفي ان شاء الله غضاني نخرجها من البلاكاركت خازنا و غزو الريني شو كن غير بح شوف شغل غير بحانة ولا انسي شوفه واش انا وولا وانسية تحكات مريم اكيد طبعا انسي حس ما يمكنش لي عني نقدر بحك ناهد مريم فجأة وقلب وجوم طبعو لا خير خرج من الغرفة وسبعاتو العيون بستيثناء مريم كاتشوف ناهيد في مريم قاتلها حبيبا يلا رضي تشوفي راشلك مالو باينها ليه طاله ينتم عارت شمالو مريم بجاسة ديك المهيمة تقيلة تمنى تكون كانت اخر حاجة تطلبها منها وانها تتبعو يعارف انه اخر حاجة يبغاؤو انه يشوفها ولكن ما بليدي حينا ممكنش تخبرها بهذا الشي طلعت مريم ويكات قد برجل وكاتسوخة اخرى تصرتها اخر ذلك بالله في المدينة و لكن اخرصت لذلك قالت ظنتي لجلجر صوته و كلها قمت المرة خرج عن ودخلت بوجي جونها و انتماعظن انظر للظامر احسن انتق بحيدة اولا لفاريز ديالك اشكد دير سمحة البلاكار شافت الحاكمة دياله وشافت فيه وفين نديرها اعود انتق بورود ستخوي اللاصق بلاصل داخل في البلاكار ودري في حواج الى ما ما ده بد خلاص وشافتها شنو غادي سقوع وما سبراسة بقصيدة واختها الغدا ان شاء الله ونخويها جاوبها بسهاككم ثانيا الحجاب اللي كتل بسيدابا شنو سميسه بالطبط شكين شو حدا تلبس الحجاب في دارها في بيتها وشنو مراكا تلبسه قدام رجلها حسس بطاوتر ودورت وجهها الى جهة الخرى بلا تمثيل وحيدي الحجاب ديالك حسس بانو كيطعنها من جديد انا ما كان متسلش موراطب صغرية وشبغت تفهميني انك حشمانة تحيدي قدامي انا بالضبط دورت وجهها الى جهة الخرى وها تحاول تحبط داك الغيض ديالها من النوع حتى اكمل ثالثا الى كتك تظن ان بقربة الماما اخواتي ممكن تتطرينيها تخلي الزواج ديالها كي سمر لك غالطة مش انا اللي تحطيني قدام الامر الواقع حسنا تتقاها فزا في بالا عيسة الى الزوبة شنو كتقصد؟ قبحتها وف المواجهة ديالها زاد فرق طول بيناتهم من شهورة بدألتوا قدامها بدألتا قدامه بحدك الاسد المهيمين هلا من حوله كسب القدامه صغيرة قصيرة هاتش اللي يخليها نغم على الموت قلب قصوه كيشوف اعماق عينها يعني زواجي منك ينقاد الموقف وبس مش اكثر من هكا ولفش يوم الايام غدي يكون اكثر من هكا مهما كان السلح اللي غتتتخدمي فمصير دياله الفاشل انا بديت كان فاهمك مستيان وفاهمة لش كتخطي ودك شليف دمارك ما غديش يوقع ابدا تلاقي امر مفروغ منه مجرد ما غديش يعمتي ونتأكد المشكلة تحلات قد محواجك وغتخرجي من هنا من بيتي ومن داري واجهاته مريم لدراسة كان المصير رلاء يدهالها واشعارها بالمهانة قد قاسب سيقا على فكرة انهار اللي غنطلق فيها منك وغنمشي خرج من هاد الدار هدي غيكون هارعيد بالنسبة لي قال سو خرجت من الغرفة وصدت الباب موره بهدوء طلقت سارة يلا كانت طالها قد لعبي لا طلعوا هنا سوح سيقا طلع قد خرجت للشرفة حديقة قلست على المقعد اللي قلست في اسباح جمعات هكا الجسم ديالها بدراوها قد تلمس الدفق ما عرفتش حال ديالوقت ويقالسة بدون حراك حسست بالنعاس ولكن هتطلع الغرفة ديال الموراد وانها تنعس هكا كحدا او لقدامه سمدت على المقعد قد خرجتها قد خرجتها بالشال مزيان وغمضتها فق موراد على صوت المنبيه في الموبايل ديالوق على ادام سالة الفجر نظم القشمرين في بلاسة لا تصودي وصلنا يلا بغي ينزل يقلم عليها ولكن احبس راسة ورجع بس اكيد لا تكون خسارة اناس شيء يريد اخر من البيوت فيلا قد خرجت الناس فين بغد بالراسة سوف يفلس من ان يشوفها في الصباح وهو مش مشكلة بالنسبة لي بالعكس سوف يشوفها ورجع استسلم للنوم مرة اخرى على فراش والواتير عود فق في الصباح فق على صوت الالتليفون كان طارق يتصل بي السلام عليكم طارق وعليكم السلام مورادك يحاولي فق انا طارق وشوفها انا سوف نجد ان تقذبها هذه شورق مهمة من 5 سنين قبل ان نذهب الناس مورادك تقاطف فراشة طيب واخر انا كنت سنك نظم مورادك يشوف الاريكة لماذا زال خاوية وذيك الحقيبة لماذا زال بلاسة بلاكار اصفر بضيق تصل الطارق بمي اللي جاوباته السلام عليكم طارق بلهفة وعليكم السلام اختي اخيرا بتحسين موبايل قرص بدهشة شاكن معايا طارق طارق عبدالعزيز فق قال ما وحسست في التوتر نعم اقصى الطارق رايو مينادي كانت تصل بك تليفون مقفول حسست الشركة قالوا لي يرى واخدها اجازة اه كان عندي شي ضروف وكتسادة خير ان شاء الله اه غير عادي ماشيش حاجة قال طارق باسيمة كانت تصل بمريم و تليفون ديالا طافي حسست انا كانت تصل بها وطافي ما عرفتش لاش داكور مهم ممكن تقول لي اسم ديالا بالكامل عندي وحد صاحبي من عائلة كبيرة تسمى في البلاد ديالا انا قاعد يسمى وان شاء الله غير يعوني اني نصل لها حساجينها مزيان حساجينها في شي خدمة باغيننا ضروري شي خدمة ديال الشركة اه واخا اسمي ثامريم خيري عبد الرحمة الثامري بتاسم؟ ما شاء الله حافظة اسمي صاحب تك الربعية انتقات في صوت خافت احنا صاحب نجحال هذه والله يخليكم بعدكم شكرا بزاف اللعافو قلت اصفاق ثامريم على صوت العصافير كانت تغررت على الشجر نعطي تتقدس في القلسة ديالا كانت تحس بالآلم في كل انحاء جسدها بحل دكشو كي يوغس فيها فاس بزز قدرت تشال عليها وتوجهت للذيك الشرفة ديال غرفات المعيشة بيت القلاس القاسة مسدودة قدرش تدخل لا تكدر على الفين لا تدخل من الباب القدامي حسا تلقام ورد واقف معه وراجل حنات العيني هل تحس ولكن ما يبغى تتقرب حسا تتصدم منظراتها منظرات طارق وقفاتك تشوف فيها بدهشة بعد الأحسا هو نظراته الدهشة اللي كانت أضعاها في دهشتها كان كي يقلب عليها في كل بلاصة عمه تخيل أنه غير القاعدة بيت صاحبه في دهر صاحبه قفوا بزوش كي يشوفه بعضهم في دهشة ومورد كي يرقب نظرات الاثنين لبعضهم البعض حسا تقتارق بكلمة واحدة مريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر